السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة فارمو دي باصل اثنين ان شاء الله لقاءنا النهاردة عشان نتكلم على المحاضرة التانية بتاعة الكيميستري او كاربوناي الكومبانس تمام في المحاضرة كنا اتكلمنا اللي هي اول محاضرة عن انتروداكشن على الكاربوناي الكومبانس او كاربوناي الكيميستري واخدنا فكرة على المركبات اللي هي القضي هيد والكيتونز والكاربوكسيل اللي كأسد هو مشتقات الكاربوكسيل وكلمنا عليها ان كلها فيها كاربوناي لجروب وبعد كده اتكلمنا نمرة اثنين على نوم الكريتشور احنا قلنا طبعا انكل فلاس مركبات لازم ادرس اول حاجة فيه النوم الكريتشور فاخذنا الالديد وكيتونز اخذنا الايوباك ميم واخذنا الكومون ميم والامثالة بتاعتهم لدي ولدي ودي وازدي انت لتبقى صافيكس وانت تبقى بريفكس وبعد كده اخذنا كمان الزراكشن والبومتج اللي موجود في الكاربوناي لجروب وعرفنا انه عندي كاربوناي لجروب وتبقى طبعا في عندك تفيع 2 بونت واحدة منهم سجما بونت والثانية عبارة عن الباي بونت وعرفنا ان هي طبعا في عندي عشان الهيبروزيشان بتاعها بيكون اسي بيضو وبالتالي الزاوية بتاعتي بتكون مية وعشرين درجة وبالتالي قلت عليها كلمة فلانر عشان في نفس الفليم وكمان قلت كمان عشان ان الاو أعلى في السنوبة الكهربية من الكاربون قلنا هي طبعا والكترو مصدرون جروب تسحب الكتورنات من الكاربون وتبقى كل الكتورنات موجودة اكتر على الاو وبالتالي قلنا الاو هيبقى عليها دلتا نيكاتف والكاربون هيبقى عليها دلتا بوسطف وبالتالي قلت في النهاية ان هي بولارايزت بما انها بولارايزت طبعا اول حاجة تتأثر عندي ان فيكتة البولارايزيشان الفيزيكال بروبارتز وتكلمنا في الفيزيكال بروبارتز على الضايبول موينت وتكلمنا كمان على مين مور ستيبل الاو بيهيد والكيتوز وعرفنا طبعا ان الكيتوز مور ستيبل او معنى تاني ان الاو بيهيد زمور ريأكتف عن الكيتوز وعنى في عندي اتنين فاكتور الطرونيك فاكتور بيه الااااااااااااااااااااااااا اعلى منهم ليه عشان بتبقى عملها بايبول بايبول انترا اكشن فورسيز لكنها بتبقى قل من الاوكولز ليه لان الاوكولز يبقى عامل هادروجن بومد وهي مطدرج تعامل هادروجن بومد مع نفسها تمام؟ اتكلمنا كمان على الصيحة و قلنا اسمناها الكمان ميزيبيريتي. عشان هم غلبهم عشان هم��كويدج. تغلبهم اليكويد. فيبقى موزيبود مع المية و الميكويد ببحم صغير. زي مثلا الفورمال بهايد. طبعا قلنا انه عبارة عن جاز يَمَرَرُوه في المية. فالمية احصلها بالفورمال بهايد جاز. وبالثالث يدينا تلقى الفورمالين. الفورمالين عبارة عن 40% ثنيف في المية. طبعا عشان هو يضف المية. كل ما زود بعد كده المكلورات عم أربعة كربون أبو سيلاقي السيليوبيلتتي بتقل أو المسيليوبيلتتي في الماء بتقل وتبقي الميزيو طيب ليه؟ لإن السييدة الشيل اللي هي القار اللي عليها مجموعة الكربون ميزيوبيلتتي تبقي هي طبعا مجموعة تبقي كبيرة فبالتالي والأخير سميتها هييدروفوباك عشان هي تعرضها للماء أو كارهها للماء فبصة يلاقي السوليبوليتي او الميزيبوليتي اللي عندي مع المية بتقلب تمام؟ بعد كده اتكلمنا على وزء كبير جدا اللي هو عبارة عن السينسيز للأوضهين والكيتونز اتكلمنا رقم واحد في الاول على اوكسيديشن اوكسيديشن اول حاجة على من الالكولز انا طبعا قلت ان الالكولز البرايمر الالكولز اللي هيحصل لأوكسيديشن يدينا الدريد طبعا لو انا استخدمت استرونج مجلسة اوضهين الاضهيض ماينفعش استخدم برمينجانيت ولا ضيكوروميت عشان هما strong oxidizing او ما لاستخدم ميت استخدمت البي سي سي هو البي سي سي بايردينيام كلوروكروميت وارحت انهما mild oxidizing agent هيا من الوكسديشن لبرايمر القول ويحاولوا الى او بهيت نفس البي سي سي وكمان البرمينجانيت والضيكوروميت انا ممكن استخدمه في الوكسديشن للساكنتري الالكوهول عشان تدينا كيتوز انا طبعا في الكيتوز مش هخاف من الوفر اكسديشن عشان الكيتوز مش هيحصل لها اكسديشن كويس فانا ممكن استخدم برمنجليدي غيش مشكلة استخدم بايكروبيت غيش مشكلة ممكن كمان استخدم البي سي سي تمام طيب ده لو انا عايز احضر الالكل اللي هو العادة على سايد تشيل او القضهيد او الكيتو نوع سايد تشيل ممكن كمان انا عايز احضر بينزلدهيد ممكن نحضر بينزلدهيد واحدة طبعا احنا قلنا الجزء بتاعنا بيخص الالفاتك والاروماتك فانا اتكلم عن الارماتك الضييد زي البنزلدهيد البنزلهيد انا افضل بنزلدهيد لالكله وعملتيني بسي سي هدقى للا بنزلدهيد تم ازاي حضر كمان بنزلدهيد من الطلوين زي ما انت اخدت في الترمي الاولاني ان الطلوينة لو عمل كله مع كتاسيب ممينجاناتي او دي Hydromate هيديك بنزيوكاسد ويحصل اوفر كأسديشن طب انا bex sincerity انا عايز بنزلدهيد يبقى لازم هيعمل ما بogue فاعمل هالوجينيشن للطلوين عشان يديك في الأول البنزاين الكلورايد أدخل واحدك نور طبعا خلي بقلك عشان أعمل هالوجينيشن للصايدة شين وليس للأروماتيك رينج ماستخدمش اللي هو الآير ماستخدمش اللي هو الهالوجين كارير لكن يفضل في وجود ضوء الشمس ماشي اليوزي فمجرد هامل هالوجينيشن في وجود اليوزي هيديني تحول إلى بنزاين الكلورايد كمان أعمل بكلورايدشن تاني يروح بتحول إلى البنزاين الكلورايد اللي عبارة عن C-HCL 2 بعد كده فعلا أقسم هادروكسال يحصل صبستيوشن لكل واحدة من الـCL أنا عمد 2CL هيتحول إلى 2OH ويدينا جيم النوضايون وعرفنا يعني إيه كله جيم النوضايون معناها أني مجمورتين الـOH على نفس الكربون الجيم النوضايون أنستيبل بسرعة جدا يفضل ملكيو الووتر ويتحول إلى بلزال ضايد كل الكلام اللي بقول لك عليه ده يريد يكون معك المحاضرة بتاعة المرة اللي فاتت عشان تراجع الكلام اللي بقول لك عليه من محاضرة المرة اللي فاتت ويسي؟ تمام؟ يبقى أنا لازم يكون عنده عشان يحصل الـOH لازم يكون الكربونة بتاعة الطلويل أو البنزين يكون عليها إيش لازم يكون عليها إيش تمام؟ طيب كمان عملت إيه بقى؟ تعمل يبقى أنا عملت أكسديشن أهو للألكولز عموما برايمر أو الساكندي طبعا عرفت برضي إن الكتير شرى الألكول مش هيحصل الأكسديشن لكن برايمر هادينا الضهيد والساكندي هادينا كيتونز والطلويل قلنا هيتحول لو استخدمت الطريقة اللي إحنا كلمنا عليها هيتحول إلى بلزال ضايد طيب رقم بي رقم اتنين طريقة عن اتنين من الألكين عن طريقة الأزونولوسيس طبعا ثم الـ mild reduction لو استخدمت الألكين وطبعا عن حسب الـ structure بتاع الألكين لو في عندي إتش عن الألكين يبقى هيدينا الضهيد طبعا إحنا قلنا الألكين هيديك 2-carbony compounds لو هم عليهم واحدة فيها إتش يديك الضهيد لو كربونة التانية عليها 2-R يبقى تحول إلى كيتونز والطريقة دي أنت أخدتها في التلمي الأولاني كويس جدا الطريقة الثالثة هعمل formulation أو acylation للبنزيل بارد الكلام ده مش جديد عليك يمكن تفاعل acylation مش جديد أنا أخد البنزيل وعمل له acylation مع اي؟ مع acyl coloride تمام؟ في وجود لويس أسد اللي هو الأنوانيوم تراي coloride فإننا لو عملت acylation باستخدام acetyl coloride هيدينا الأسيتوفين لو عملت acylation باستخدام البنزايل كولوريد هيتحول إلى بنزوفينوم تمام؟ ده الاصيلation طب أنا عمل إذن فورميليشن فورميليشن قلنا في تفاعلين جاترمان الضهيد سينسيز اللي بيستخد فيه الـHCN والـHCL في وجود الليويس أسد اللي هو الأنوانيوم ترايكولوريد أو الطريقة الثانية اللي هي الجاترمان كوخ سينسيز بيستخد فيها HCL وكربون مونوكسايد طبعا برضي لازم يكون عندي الليويس أسد اللي هو الألومونيوم ترايكولوريد ده طريقة الـHCN أو الـHCN الطريقة الرقم أربعة من الأنقين ودهو الطريقتين دولة لتخطوهم قبل كده بس أنا بقولهم عشان إحنا بنجمع كل الـData اللي تدينا قضيب أبيض أنا لو استعملت هو الطريقة الرقم أهي الطريقة الرقم أهي اللي عندي هنا ده عملت هايدروبوريشن أوكسيديشن ويقول لي ترمنا الأكين عشان أنا عرفت إن مجموعة الألوضيهي الترمنال فحاوي أجيب عملي ترمنا الأكين وأعمل هايدروبوريشن أوكسيديشن وأنا قلت كلمة هايدروبوريشن دخل هايدروجن ودخل الـBH2 وبعد كده خطوة رقم أين أعمل مع الـHCN ده عشان يدينا ألضيهي هاديك جملة ضيول يرفقد من كل مية ويديك على الطرف الطريقة رقم 2 الهيابية هاعمل هايدريشن للهاير الكاين الكاين اكتر من 2 لان اعملت هايدريشن لالكاين كاربون 2 اتنين هاديك أسيتالدهايت تمام؟ انا عشان اجيب كيتون لازم يكون عندي كيتون على ألل 3 كاربون فانا اخذ مثلا البروباين 3 كاربون هم الكاين وعمل له هايدريشن يعني اي تفعل هايدريشن يعني اضافة المية اضيف المية طبعا بضيفها ماركورنكوف في وجود سالفوريك أسيد وفي وجود ميركريك سالفيد تمام؟ ده كله ده ما عميش طوالت عليهم عشان هو ده الملخص المحاضرة اللي بادت ملخص المحاضرة المهاردة الطريقة ده رقم 5 بنتجن من السلسل طريقة 5 رقم 5 انا هعمل السلسل للأوضييد بالكيتون من الأسكولورات تمام؟ احنا زي ما كنت قد بقول من شوية انا لأخذت عندي الألكول هاي دينا ألضييد ثم تحول لأسد طيب هل انا هاي اخذ العكس اه لا اخذت الأسد هعمل له ردقشة يتحول إلى ألضييد ثم إلى وده اللي انا عايزه تحول إلى ألضييد بس طبعا معروف ان لو استخدم المحاضرة 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 المشكلة لذي يتحول الكاربوكسيليك اسيد إلى الضييد وبسرعة جدا يتحول إلى برايمار الكول أنا مش عايز كده وما نستخدم ايه بقى؟ حتى برضي لو استخدمت الالمونيوم كلوريد اللي هو ليسيوم اليوم هايدرايد لو استخدمته مع القسكولوريد مباشرة برضي كمان هتحول إلى انتحاول تساوي الجهاز هيعمل ردوكشن تحاول ردوكشن يبقى المشكلة عندي خسلا فاني عمل ايه هستخدم امين امين فاني عمل امين هستخدم نفس الكلام هنا هستخدم امين زين يسمين ال؟ الضغط ال؟ الظ. الضغط الضغط د flying voix التوكسي ألموني مهايدريت خميس ده عبارة عن مائد ريوسينج ايجنت اهو انا جد بالك اهو مائد ريوسينج ايجنت وطبعا هيتفاعل سريع جدا يحول الاسكوبرايت الى الآضهيد بسرعة جدا ويقف التفاعل عند الآضهيد هيحول دبعا الآضهيد ويقف وهيمنع الوفر داكشن لغاية ما يتحاول البرايما الالكوهول وبالتالي هيدين الآضهيد دا اللي هو ميم دا اللي سيام تراي او ليسيام وبعدين تراي ترد ما جميعهم تيرت ترشري اهي كربونا ثم ثلاثة اشي سري تيرت بيوتوكسي عشان كان بيها اكسجين بيوتوكسي او ديالمونيوم وادي هايدرائد ليسيام تراي تيرت بيوتوكسي اليمونيوم هايدرائد ده عبارة عن مائد ريوسينج ايجنت هيعمل الاسد كولوريد هيعمل الاسد كولوريد ويحاوله الى او ضهيد مسال تطبيق الكلام ده اي اسكولوريد؟ مثال بنزايل كولوريد استرت عندي دا البداية عندي دا عبارة عن بنزايل كولوريد بنزايل كولوريد هافعل مع الليسيا تراي تيرت بيوتوكسي اليمونيوم هايدرايد طبعا هايدرائد بياتر اكشن كنديشن اني بحطت عندي يسر ايصر عشان لاقشي عند مية خالص عند الضربة تخلالة 78 وطبعا معروف ان كل التفاعلات اللي فيها الميتا بساميها أورجانيوم متالك ريكشنس ما لا في عند ميتا في عند ألمونيوم متال في عند الليسيوم متال فبعد ما خلص التفاعل مع الأورجانيوم متالك ريكشنس لازم حط عندي مية عشان خلص التفاعل ووقف التفاعل فتجير الاكشن بس سنتات بهالك، انا يمني منها الريجان بتاعي هو الليسيوم اليسيوم ترويدر فبوتوكساليومهيدرايض هيحاول البينزويل بولورايد ده اسمو البينزويل بولورايد هيحاوله الى بنزاو بهايد تمام؟ ممكن التلاق بردى مع الأليفاتك على فكرة بس مع الأرماتك مع الأليفاتك نفس الكلام، خد عندك اسكولورايد أي اسكولورايد اهو وحوله الى قلضية طيب بالمناسبة انا ازاي؟ انا عندي كاربوكسيلك اسيد، ازاي يحول الكاربوكسيلك اسيد الى اس كولورايد ان انا اخد الكاربوكسيلك اسيد وهاشي فعلوا مع فايو مايل كولورايد وانت اكيد اتخذ الكلام ده في التفاعلات اه لما اخذت مع الدكتور بها انا لو عندي اه اه او اتشيكروب عايز احويلها الاسل لسل، اضيف عندك فايو مايل كولورايد وان شاء الله المحاضرة الجاية هناخد مشتقات الاسد وتعرف منها ازاي يحاول الاسد الاسكولوريد المهم اخذ الاسكولوريد اعمل ردقشا وتحول الى الضغيط طيب بعد كده انا عايز اكام كمان ممكن في طرق تانية تفعل اسمه ريزيوموند ردقشا ريزيوموند ردقشا ده بيعمل ردقشا للاسكولوريد بيحط هيدورجين جاز تمام طيب لو ساب الهيدورجين جاز كده واحده طبعا في عمدي كترست اللي هو الباليديام البيديم لو ساب التفعل كده هيتحول بسرعة جدا الاسكولوريد تتحول الى الضغيط وطبعا الهيدورجين جاز ده مش هقدر اوقفه بسرعة جدا هيحصل اوبردقشا ويتحول الى برايماري يبقى انا في عمدي برضى مشكلة هتغلب عن مشكلة ده ازاي احط الاس ايه بقى فاجد الاس ده بقى عن صالفر ايه فاجدته فاجد السالفر ده اني بحطه عشان يمنع الاوبردقشا ازاي؟ هيعمل حاجة اسمها بويزينينج للكتاليست الكتاليست اللي عندها بارا عن الباليديام ده السالفر هيعمل بويزينج للكتاليست يعني ايه عامل بويزينينج؟ احنا الكتاليست ده عبارا عن ايه؟ مادة فيها بورز فيها خروم فهيجي السالفر ده يملى القروم الفراغات اللي موجودة عنده في الكتاليست وبالتالي الكتاليست اللي هو بيشيل الهايدروجين هتبقى كمية البورز اللي هتشيل فيها الهايدروجين كمية قليلة وبالتالي هو هتشيل هيدروجين كمية قليلة وردقشا هيواء قليل فبالتالي هيوقف تفاع ردقشا من اسكوريت وهيوقفه عند مرحلة القضيهين لو سبنا الكتاليست كل البورز اللي موجودة بها فاضية خالص نفهاش سالفر هتتميل كتير بالهايدروجين وبالتالي هيحصل الوفردقشا طب ازاي قلنا البورز دي واخلي الرياكتيفت بتاعت الكتاليست وقليلة شوية اعمل له حاجة اسمها بويزينينج بويزينينج يعني تسمم يعني اخلي الكتاليست بتاعي يحصل له كأنها شوية شوية دي اكتيفاشن عايزة اقلي الرياكتيفت بتاعت الكتاليست عشان ما يشيلش هيدروجين كتير فاروح اضيف عليه سالفر اللي هو الاس اللي موجود عندي وبالتالي السالفر ده هيعمل رداكشن هيقبل كمية الريداكشن اللي عندي وهيحصل رداكشن للأسكولورايد ونحاوله الى أوضهيد تمام طيب ده انا كده كلمت على تحضير الأوضهيد من الأسكولورايد ازاي بقى احضر الكيتونز من الأسكولورايد عشان نحضر الكيتونز من الأسكولورايد مره اسمه ايه ليسيام ضاي القيل كابريت يعني ايه اهو بين اسم التاعي ليسيام اهو الرئيجنت التاعي ليسيام ضاي القيل يعني فيها اثنين ار كابريت يعني كبر كويس اهو الرئيسيام ضايق طلقة ادعى بقى اسمه كمان اسمه الجلمة الرئيجي اهو اسمه الجلمة الرئيجي باسم العالم اللي العمل الكادرس ده ففي التفاعل ده انا باخد عمدي باقي عمد اثنين ار اللي هادفهم قداد اثنين ار كايد جروب وبالتالي هستخدم اثنين مولوكيول من الأسكولورايد من الأسكولورايد اللي عندي كويس؟ اللي هيحصل عمدي هدخل عمد اثنين ارهو لالتبع ريجي اثنين ار Er وати انا ده دخل عمد اثنين ارهو لالتبع ريجي قادر ده انا ا 그냥 اولا اثنين ارهو تدري لديك التفعيل فيه R و حوالي اصبعيها اين جمعات القصائيه القروب مع القسائل القروب مع الر الجمع وہاكيتون تنس سئل الي موجودين ، واحدة مع ليسيام تحول الى ليسيام كولوريد واحدة مع القبر ، تحول الى كيوبرس كولوريد انحاس احادي كيوبرس كولوريد مثال تطبيق مجموعة الكيل القرى ليسيام باقي الكابريد اضيفها مع الأسكوريد. طبعاً ما تستطيعش هنا فيه 2 موليكول من الأسكوريد. هيديك 2 موليكول من البرودرد. كده أنا كده إيه حضرت عندي الألدهيل وحضرت عندي الكيتلز. تمام طيب الطريقة الأخيرة اللي هي رقم ستة. أنا أحضر عن الألدهيل بالكيتلز والمنايترين. ما هي المنايترين؟ نعمك ما في السيوني داسياني. طيب، أنا طبعاً في التفاعل هذا أنا أعمل ردقشن. نعمل ردقشن للمايكريل. في الأول تحول إلى إيمين. إيمين اللي يعبار عن سي دول بوند إن. تمام؟ لو عمدت لها الدفاعة بعد كده أضيف لها أسل مية وهو أعرف لي أضيف أسل مية عشان أنا تعمل غالباً مضيف حاجة فيها مثل. هيتحول إلى الضهيد. كويس؟ ده جنرال إكوشن. تطبيق للكلام ده. أنا أخذ عندي دفاعة باسمه الستيفينز ردقشن. باين من الاسم التاع العالمة هوا ستيفينز ردقشن. فالستيفينز ردقشن أخذ مركب فيها سي سيونايز مجموعة السيئل سي تريبل بوند إن. تطبعاً بعبارا عن بنزو نايتريل تمام بنزو نايتريل اللي هي السيونايز سيونايز ستيفينز ردقشن أخذ عندي صام ناس كولورايد. السيئل سيئل ستيفيني. تمام؟ طبعاً ستيفينز ردقشن. وقلني أي حاجة فيها مثل هاضيف عليك سرعة مية عشان خلصتها. المهم هو ها بمجموعة الإيمين الغال ما تعرف من دخول في المكتوفر كل المكتوفر بالمكانيزم. بحذور مجموعة السيونايز سيونايد في المياه 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 السي مع مع الضابل بند او بدا ميدابل بند او وطبعا على هاتش بتاعتها هون تحول الى بنزل بهايد تمام وطبعا عندك الان اللي عندك تفرض على هاته اه امونيوم او امونيا ما ليش ضعبه المهم يتحول الى بنزل بهايد عبارة عن ستيبنزردوكشن يبقى تحويل البيزو نايترين في خلالسكوورايد وحصل في كده ضيف مياه هدين ايه الفورماو البيزو بهايد نفس الكلام انا لو استخدمت اه اه نفاتك نايترين اخد الاسيدو نايترين او اسيدو مجمع افعالي ايش اسري اسيدو نايترين وهنا عم ردقش هستخدم ريجينت عشابيه بالليسيام رايترد ويوتوكس المونيوم هيدراد نعم نتوقع ايض ريكة مردها اسمه داي بال ايضاة يعني داي بال ايضاة داي اللي هي داي. ايضاة داي وبعد كده الاسو اليه الكبتل اي هنا داي ايضاة بدل بي عبارة عن حسار بيوتايل داي ايضاة بيوتايل وารومنيوم ال each وبعد كده لميوم ال al وكده الاسو كبتل نятся بيوتايل اليس داي ايضاة بيوتايل في طبعاουμεنا تنساش في الميته النوونيوم يبقى ضاي ايزو بيوتسين قد. ماجموعة الأليمونيوم اللي عليها ايتش. مجموعة الآيزو بيوت Saints. احنا قلناه مخضر يعني مجموعة الايزو. الله purpose العلومونيوم الآيزو. ولديها مجموعة المسحة. يوم السيئيج عليها مجموعة ميه سائر. كدا terre عندي مجموعة ايزو. ضاي أويزو هم مجموعة ايزو ضاي ايزو بيوتسين. طبعاً كربونا الرابعة هي عشان يقضوا يطايل ضاي إيزوفيل ألومونيوم وعليه هيدرا لاحظ حاجة إن الألومونيوم عليه إتش واحدة بس ويس غير الليسيام ألومونيوم هيدرايد اللي عليه أربعة إتشات طبعاً الليسيام سترونج رديوسينج هي مع رودكشن ويحولوا إلى ألكوول بدل ما هو الضهين إلا كانين عليه إتش واحدة بس فهيحصل رودكشن ميلد رودكشن يبقى الضايبال إتش والليسيام ترونج رودكشن ميلد رودكشن ميلد رودكشن تمام؟ هيعمل رودكشن ويحولوا إلى الضهين وبرضي زي ما قلت عشان هو عندي تفاعل فيه مثل لازم أضيف عندي خطوة رقمتين أضيف عندي شوية مية معها شوية أسد أو مية بس تمام؟ ويتحول عندي التفاعل ويتحول إلى أسيتال ضهيط يبقى أنا حضرت وحولته الأسيتونيتريل إلى أسيتال ضهيط كنما حضرت القلضي بطرقتين بالستيبنز مثلت ومع الضايبال إتش طيب أنا عايز أحضر الكيتل دلوقتي من النايتريل عشان أحضر الكيتل من النايتريل الكيتل الليل عليه رو واحدة أنا عايزه وعليه 2R يبقى أنا فهمت دلوقتي أنا عشان هو عليه 2R في الكيتل عليها 2R يبقى لازم أدخل R جديد ادخل R مين الرياجينت اللي عليه الر اللي هو الجرينيارد رياجينت آها قادي الجريينت ربعا رمجيكس سؤال مجي اكس وقومين في القبيلة انا عارف في الصحيفة الآية مع القترابي كاربونك يعني اعلم في السلبيات الطهربية من الماجنيزيلف خاصة الى الدرج وงنا اعلم في بدرجات empresas messer الامي جي في درج الكربون يع curse في السابقة الروبية من الماجنيزيا حتى يكون الكربون عليها نيوكلي فيت للوصول فنالترublique متوجيزية توضيف فيُلاق الروبية مثلا كان الكربون سوب ينام melhores كم ماذا لماذا المع vé واعين سيgiاب كبير التحديق الروب يج Kelley F ، أول مباركي les pt ال fuerباء Mg وygس لان المجنيزيام عليها موجب. تمام وضغت عندي الامجي اكس او شكله بالطريقة دي. طبعا هديك مجنيزيام صوت للايمين. ايه هو الامين؟ الحاجات اللي فيها سي دابل بومتين. دي عبارة عن ايمين. طيب تفعالات دايما قلت تفعالات دي فيها ايه؟ فيها مجنيزيام. مثل لازم اضيف عندي شوية قصد وماي. ادفت عندك الاسد اهو بسرعة جدا هكسر الربطة اللي عندي. تتحول بدها من هي امجي اكس. هل تحول الى اني بعليها امي اتش. واصبح عن عندي ايمين. الايمين زي ما قلهم شوية اهو من فوق اهو. الايمين اول ما ضغط له شوية اسود وماية بسرعة تدامي يتحول الى كربونايلي جروب. بس المرات عشان عليها اثنين ار. هتحول الكربونايلي جروب عليها كيتون. يبقى بالتالي هتحول لحدين ايه؟ تمام. كده انا حضرت الكيتون بباردي من النايترين. يبقى انا حضرت من النايترين لهم اقمعت السيونايت. اللي هي سيتربوند ايه؟ عملت لها. اصبحت الهيت. تمام؟ وعملت لها. نبقلت لك ا اصبحت ايه كيتون. كده انا كده حضرت التفاعلات الالضهيد والكيتونس بست طورة مختلفة سواء الضهيد او ارماتك او كيتون او كيتون او كيتون او كيتون او كيتون ارماتك. تمام؟ دلوقتي انا الدجئة اللي باعد نتعلم على تفاعلات الالضهيد والكيتونس. وايس؟ وننتبه كويس جدا التفاعلات الالضهيد والكيتونس. تفاعلات الالضهيد والكيتونس عبارة عن ثلاث انواع. النوع الاولاني على الالفا كاربون. احنا قلنا الالفا كاربون شايل ألا ألفا هيدروجين أنا فكرت لأخوة تكلم حضر جيداً مهن هي الألفا؟ لذلك المحاضرة مهنا جديدة أنا عند الكربونالجروب هذه فكشة الجروب المهمة الكربونالجروب وكالية أسمى كربونالفا كربونالفا في ألفا هيدروجين كثيراً ما هي الحياة العيدروجين؟ سيسمى حضرها الحياة يمكنها أن تكون أسيدة لها ثم سيكون أنها تكون مهنا في الثوجة هذا هو نوع من التفعالات على الحياة إلتها لذلك رقم تيمير التفعالات أنا قلت بردي كل حاضرة اللي فاتت أن الكربوناي الجروب مجموعة عليها, الكربوناي عليها موجب والأكسجين عليها سارب بما إن الكربونا عليها موجب يعني معناها الكربوناه دي کلكوثير, معناها تبحس عن حاجة عليها الإلكتروناتي من التي يعني الالكتروناتي؟ يعني ال rehearsal ل Arbeit فناعم المرة ج representat形 يعني هذه هيulate вли cookiesdie wie conditioned على الكربوناه الموجبة من الكربوناي الجروب تمام وقت 42 00 00 00 00 00 after the full instruction نتحدى هذه المؤشر من ناطق الأفعالات بإمهارات الكبارية كيف نتكلم عليه بالتفصيل؟ النوع الثلاث من التفاعلات الأكسديشا ربكشان جرابش نمسك أول واحد منهم التفاعلات اللي على الألفوهايدورجين الأسيديك طيب أول سؤال ليه الألفوهايدورجين أسيديك؟ نبدأ نقول طبعا هي مش عالية أن يبقى لها أسيديتي لكن طب ليه هي عليها أسيديتي عالية؟ لأن جنبيها كربونايل غروب أهو زال ميجوى الأسيديو في هيدورجين إن أول حدو جنبيك قربونيير غروب أهو يحبو مجموعة ساحبة إلى صحبة إضافة الكربونايل غروب أخرى إضافة من الكلام على إضافة الكربونايل التي أصنعها من وجهة الكربونيкрوني ما هي الأسد؟ اللي يديني بروتون. يبقى تخرج عندي الـ H بتاعتي على هات بروتون وتسيب الرطة بتاعتها في وجود البيز يخرج عندك البيز شان الـ H مليش دعوة بيه. المهم يبقى الكربوناية عندي. عليها نجد فيتشار. يبقى ده أول فكتور عندي. إيه هو السبب بتاقيدي فكتور أولاني إن الكربوناية الجروب بتاعتي بتكون مجموعة إلكترونج إلكترونج جروب. تمام؟ خير. الحاجة التالية. أول ما كان الكربوناية الجروب تفقد الغيدورجين بتاعتي تفقد الألفهيدورجين هيدينا كربونا عليها سالم. أهو هاميو. الأمن ذوقي تستابلز إلى البيزور. كيف؟ إنه ممكن السلب اللي على الكربونا فانزل أقوم بها دبل بوند هنا هرفع البوند على الأكسجين. ويبقى الإجترونج شكل بالطريقة دي. أهي؟ كربونا عليها سالم. تمام. هنزل أقوم بها دبل بوند. أرفع البوند على الأقوم. أهاي، عرف على البوند على الأوم. وبالتالي أصبح عندي نجات في الشارج مرة على الكربون ومرة على الأوم. لماذا كده أنا بعملها الشركش بتاعها اللي هو إيه؟ يسميه هايبرد. هايبرد يعني هاجين وسط. شايف أنا عندي هنا عملت برشال دابل على الكربونة. عملت برشال دابل على الأوكس على سي أو. لماذا؟ لأنك عند منهم الكربون عبارة على الكربونية الجروب. الكربونative الثاني عبار عن ضبول بوند. يعني الضبول بوند هنا بين السي والو. percentage وبين سيعزل هذه. طبعا بداية الهو Movement لاي organization honor them d bronx نهاية. هايبرد يتقابل ready. ان يبقى دابل بوند على كربون. كما هاي damit يمكن ان نأتيها التركيز. الامان اللي هينطل اللي بتكلم عنه استابولايز باي ريزنانس يعني ايه ريزنانس إن معناها الهيين يعني نلت في شارج دي تنزل الهيين تتحرك تكون دابل بونت روح رفع دابل بونت دي على ال اوم طبع علي بارفعها ال او عشان مليساش ان ال او لها سابقة عبية عالية فنزل نلت في شارج اكاون دابل بونت بين السي والدابل بونت سي هنا اهي ويسي هرفع البونت على الاكسجن والاو على هذا سلبا تمام يعنى بشكل يكون ELO اضافة بيزونوس فقط إن طيرلا اعلا مثل الأمر النادج يتقل الفكتور الأولين بتقليد أن O صحتها الفكتور الثاني armas فهش يمكننا تقليد الانين تقوم بتاعها استرداد برزيننس تمام؟ طيب النجة الزرجة التي لديها يديد شكلها تقوم بإيجاد بناء الكربون والأول حلال حبيد يقدر يقول له ما فيهم المحاضرة في المحاضرة؟ هل هو الكيتو فورد؟ انا عارفة أنتوا يعرفون ان الكيتو فورد مور استيبول لان فيها عسيدة وبندء او كربونايل جروب كيتون والانا قلت كربونايل الجروب الكيتون تكون مور شورتر و مور سترونغ فهي قوية. وبالتالي كمية الكيتو بتوبيع اكتر من كمية الينه اللي موجود عندي. تمام؟ طيب. من هنا انا بستغل الكلام بيحصل عنه هنا في التفاع والاسم ابين اسمه كله ما بيتم استمدددددددددد. فأنا أخذ اثنين موليكيول كنت تنسيش أن أتكلم عنه هأخذ اثنين موليكيول من الضهيد ها التفاعل تحصل بين ايه؟ بين اثنين موليكيول من الضهيد بس شرط ان هم الاثنين الضهيد دولة لخضرهم يقول عليهم الفا هيدرشي ما انها الاغهر الهي هي اسيدكي التفاعل دي اسمه الضل دي كلمة الضل اه انا هشوف دي بقاتي لما شوف الضل عشان فيها كلمة الضهيد وعشان فيها عنده فاكشان جروب وال كل الالكوهود الالد صفحة لتصفحة الالكوهود والالد صفحة لتصفحة الالد ليس انها عبارة عن البيتاهدروكس الالد اللي انا نشوفه دلوقتي يبقى تفاعل الالد هذا عبارة عن شرط التعامل انها تفاعلات كوندنسيش بين اثنين موليكيول من الالدهيد في هم الفا هيدرشي طبعا من ان ننساش ان انا حط عندي سجم هيدركسي الضهنيوت حتى يحصل التفاعه اللي عندي سيدينا الالد البرودكت وقادي التفاعل بتاعته ومقلوب منك الاكويشن اول حاجة الاكويشن بتاعتي وهي قول المكانيزم انا عندي اثنين موليكيول اهو او الالدهيد اهو اسيت الالدهيد الحاجة الالدهيد الحاجة الالدهيد مجموعة الاكتروديسترابيك هتسحر الاكتراكت من ناحيتها هتخلي الهيدروجينة دي اسيدك خاصة في جود البيز اللي هو سوديوم هادروكسي الديود انا اضيف سوديوم هادروكسي الديود انا اعايزو مزخفات جدا عشان اتفعل اسيد بيز تمام البيزين اللي عندي هتخذ الهيدروجينة الاسيدك طبعا سخرجوا مع بعضينهم على هاي ايقوة المية طبعت عندها المية تمام والقربونة الان الكربونة هتخدها ويزمح الكربونة عليها ايه نيجاة في تشارج اصبحت الكربون على نيجاة في تشارج معناه معناها لفايل فانا هأخدها الكربونة دي سيشكين كمعطي القضيهد كلها بSH2 أخذ النكوزئية كلها عبارة عن نيكلفاية وأعمل به نيكلفالك أدشان عن الكربوناي لجروب ملكول القضيهد الثاني ما أنا بقول في البداية عايزة 2 ملكول القضيهد ملكول القضيهد الثاني أول ما أعمل نيكلفالك أدشان أدشان أول ما أعمل إضافة بسرعة جداً أرفع البند على O عشان الأو أعلى في السابق تمام؟ طيب يبتدي الدين أهي طبعاً CH3 اللي هي موجودة عندي في ملكول القضيهد الثاني أزرق وبعد كده رفقت البند على نيكله أصبح الأسالبة مجموعة الثاني ملكول القضيهد الأولاني أهي دخلتها اللي كانت ملكول القضيهد الأولاني اللي هونه أسود أنا كده عملت بند بند بين السي والسي وكده أنا عملت كندنسيشن أخذتهم هما شبقتهم مع بعضنا كونت عندك ميو كاربون كاربون بين الاثنين أصبح عندي مركب أنا كان في عندي اثنين كاربون سی اتقال أنت مقздرف الملكول القضيهد مراكب نرى سلوبة معناها هل أنا سقوم برضيف الفاخر لا ممكن ّه أ Pensi الإطلاع ولكن القضيهد الماء من الماء نحن اللي لقazzناها من التفاع دفذ الماء لدي مسأل الماء لدي учودت 할没 اسor أخبت أخذüber حتى اخذ منها اله يبقى هاخذ اله يبقى هاخذ اله ويأخذ اله تصبح عندك تصبح عندك يبقى انا في التفاعل داو انا كان اخذت من الكربونات الميليكيول الأولاني ويقفتها على الميليكيول الثاني تمام؟ وطبعا شبكت الاثنين ميليكيول مع بعضين الكربونات الميليكيول مع الكربونات الميليكيول الثاني ويدينا مركب بتاعي تسمية الايوباكنين هذا عبارة عن الألطل لماذا ألطل؟ من مجموعة الألطل هذه مجموعة الألطل وهنا ألطل وهنا ألطل عبارة عن 3 هيدروكسي بيوتان 4 كربون لكي هو ألطل 3 هيدروكسي بيوتانان نحن نعرف التالي هو عبارة عن الألطل برد لماذا اسمه ألطل؟ ألطل؟ عشان فيه مجموعة الألطل ولماذا ألطل؟ عشان فيه مجموعة الويتش تعبارة عن البيتا هيدروكسي ألطل تمام؟ أو ايوباكنين بتاعه أو هادينا 3 هيدروكسي بيوتانان تمام؟ بسرعة جدا من المثال من المثال من المثال وتمام المثال المثال من المثال الماء؟ بسرعة جدا هناك المثال 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 مع H من الكربونا اللي هي جنب الكربوناي اللي جلبه عشان هي يسدك بسرعة جدا تخرج بسهولة جدا يخرج عندك و H مع H و H الزرقة ما تنسهاش هاي مع ال H اللونها احمر هون يخرج مع معضي الملكيه الوطر ويديك double bond double bond بين ملكيه الاوضييد الاولاني وبين ملكيه الاوضييد التالي وبالتالي هديك مركب بتاعك كام كربونا اربعة كاربوكا ويحد واثنين وثلاثة واربعة في عندي جنب الكربوناي جنب الكربوناالف كربوناالف كربونا اللي ش 지금까지 يعني بيتا خيب هوا عبارة عن ايه؟ okay Béph A B关 наход كيف نقل بأن أPB within double bond ملكيه one of them of them ... one of them or you will be chose ... خم نق rather than alpha by beta YouTube ... اسمه يبقى ايوبا 2. هوا عبارة عن أربعة كاربون يبقى بيوت عظيم كربونا، رقم 2 فيها ايه؟ double bond hi يبقى un.. بيوتين 열by is byotena يعني اسمه ايه؟ الاثنين بيوتي نال ده الناتج النهائي للالضل كوندنسيشن يبقى بقول كني سريعا ايه هو الالضل كوندنسيشن عبارة عن كوندنسيشن الاثنين مليكيو والالضهيد يقول السودوم هدروكسادي ضايوت هي حسنة بداية اسس بيزرياكشن وحسنة تفعل كوندنسيشن ويديك الالضل برودكت اللي هو عبارة عن بيتا هدروكس الالضهيد او سامنا ايوبا كنيم تعد هدروكسي بيوتانال بسرعة جدا ده ما بقول عندي هون اسمونتونيوسلي ناشي تمام طبعا اهدروكسادي بسرعة سرعة جدا دي هايدريت يبقى الالضل برودكت والاسمونتونيوسلي دي هايدريت توز الفا بيتا انسيجزت الالضهيد يبقى الناتج اللي عندي ده عبارة عن ايه الفا بيتا انسيجزت الالضهيد ده هينتج عشان انا بسرعة اشير منهم لفين الماء طيب اسمونيوز يبدو اندي تطبيقات الالضيق كوندنسيشن ماشي طيب اخذ اولان اكثر عن الاسمونتونيوسلي ايه ايه ايمد religion انا بمكن ااخد الاضهيد ، تمام اهايه تدمن انا امام امام ااخد اهيه قدر البوشن تزد ياخد الاالضهيد في الفا هيدروجين زي الاسيد البايد افعله طبعا طيب يبقى مصدر لنوكليفرائيد ، أخلي بالك اه حفعله مع الاضهيد كونتين الاف هيدروجين زي الاسيد البايد يبقى الضهيد في ألف هيدروجين زي الأسيد الضهيد مليكيول ما فيهوش ألف هيدروجين زي الفورمال الضهيد هفعيله همهما الاثنين براكتكا المكسد الضهيد في جوده السودجي مهدروكسايد الضيون زي ما عدت الفعل أولين عندنا هتضيفها من عندك لو سمحتنا السودجي مهدروكسايد الضيون هيديك الضهيد بروضكت امشي تفاعلتها زي ما حشرحناها من شوية انا تبقى سيئرش 2 اعضفها الكاربونتاط القالدهيد ورفع البونت على الو 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 سالبة وتاخد اوش من الماء ويديك القالدن بروضكت بسرعة جدا القالدن بروضكت اخيط من الملكيول الوطر عشان عندك بيديها يدريشها للالبون وحو لناخد الملكيول الوطر ويتحاول اليه بروبين اين تبروبين وهو بروب تلاتة كاربونتو ر았�ين تلاتة اين عشان فيه عنصب تلات الاراتة الله وقال عشان فيه مغموط القالدهيد نعم. طيب. تطبيق كمان للأرض الذي ستشتغله في المعمل إن شاء الله بإذن الله اللي عبر عن تفعل اسمه كليزين شمدت. ده اسمه ألماني شمدت. وايس؟ كليزين شمدت رأكشن. طيب. دولة طبعا هتين علماء كليزين وشمدت. عملوا ايه؟ قال لك احنا هنجرب ناخد بدل من ناخد أضهيد. تطبيق كيتون في ألفا هيدروجين. تمام؟ هيتفعل ما يتفعلش. لا يتفاعل. كيتون مع ألفا هيدروجين وهوف يفعل المرضي مع أرومابق أضهيد ما فيهوش ألفا هيدروجين. تمام؟ عشان يبقى ايه؟ الأضهيد دورو رفوش ألفا هيدروجين غزباً عما هيتفاعل. لا يتفاعل دعا في الأول مع السوداء هيدروجين. لا يتفاعل. لكن من الذي يتفاعل؟ الكيتون هو لا يتفاعل. لا يوجد عمدي مصدر آخر لألفا هيدروجين. لا يوجد في الكيتون. فقط عمدي أهم. هذا عمدك ما الذي استخدمه هيدروجين. أهو. هذا هو ده. فقط كمبونة تكون فورما الإنوليت. ما هو الإنوليت؟ وهي الكربون السليبة. كيف يسمعها الإنوليت؟ هو عندما أخذ هيدروجين لأن هيدروجين هو أسيدك أسيدك أصدق ألفا هادوش لأنهم أهم. الألفا هادوش لأنهم أسيدك. لا يوجد غرهم. هادوش أسيدك هيدروجين. ففصول عددنا في غود البيز نحن قلنا في غود السودو مهندروكسايد. في غود البيز. و تمام؟ سأتلع عندك موليكول الواتر. شرحناً قبل هادوش، وهذا يعطيناً، وهذا عبارة عن قرنة ألطل برودر. إن لم يكن أتحدث عن ألطل برودر. هذا نعمللاً. لكن ما هو الإنوليت؟ هذا هو الكربونيلي بركوب وكيتون وكيتون عبارة عن ما هو الإنطلاق. لكن هذا المركب الذي يحدث عن مرنب المربعة مباشرة في غير محتوى. إنوليت. إنوليت هو ده ما هيكوين إنوليت عشان في ألف هيدورج. وسرعة جداً. إذا ما قلنا آخر خاطره بعد ما يديك حاجة مثل ألف البرودكت يفقد موليكيول بوطن. تمام؟ ويتحول إلى المركب اللي عندي. نحن نتمر عشان لكي نستخدم بنزالدهايد. في جود الأسطون ده اسمه بنزال أسطون. بنزال أسطون. طبعا تحلي بالك. أنا ممكن أعمل حاجة تاني. المسائل جروب الوح الآخر دي أضيف عليها بنزالدهايد تاني. ما هي أكتفة هي. عليها ألفا هيدورج. أضيف عليها بنزالدهايد تاني. بدلا ما يديك هنا بنزال أسطون. هيديك ضاي بنزال أسطون. بتخلي بالك التفاعل ده. أنت إن شاء الله هتغضوا عندك في العمل. ناشي. بعد دور التفاعل إيه؟ تفاعل كليزين شميتت. خلي بالي. تفاعل كيتون كالفا هيدورج. مصدر للألفا هيدورج والإنوليت. مع الضهيد. أنا الضهيد. أنا عارف الضهيد مفوش ألفا هيدورج. مثل الأروماتيك. مثل البنزالدهايد. يوجد السوديم هابي أكسيد. ويدينا الضهيد التفاعل ناتج. وهو عبارة عن بنزال أسطون. طيب. عندما نتحد بغطل الكلام ده كله. نفس الكلام ده تفاعل عبارة عن إيه؟ كليزين عمل تفاعل واحدية. أولا كان كليزين شميت. تفاعل واحدية. فأخذ الكليزين. مثلا ما يأخذ الكيتون. أخذ أسطون الضهيد. تمام؟ ماشي. كليبيون واحد أسطون الضهيد. نعم، كليبيون واحد من البنزالدهايد. طبعا الأسطون الضهيد مصدر عشان يكون الإنوليت. تمام؟ هلأضيف مع السوديم هادورج سيد. يديننا الأناين. وهو عبارة عن سه 2 سالبة. وعليها مطموعة الأضهيد. هتهاجم من؟ مهم ركيون واحد من غيره. هيروح مهاجم البنزالدهايد. مهم ركيون واحد. مهم ركيون بنزالدهايد. أول مهم ركيون بنزالدهايد. مهم ركيون بنزالدهايد. بسرعة كده نرفع البنزالدها على الأو. يكون الأو سالبة. تمام؟ وبعد كده أضيف حاليا هاتش بتوعتي الماء التي خرجت. ويدينا اتفاعنا هو الأضل بروتكت هاتش. بسرعة جده أشيل من ملكيول ووتر. أدو اتش. مع اتش من الكابونة التي جانبها. تمام؟ يشيل عندك وشيل عندك مع اسم ملكيول ووتر. يتدي يضيك اللي عبارة عن ملكيول ده ناتج عبارة عن السنامة الضهايد. لماذا السنامة الضهايد؟ عشان جاي بعد شوية عملي سننامك آسد. سننامك آسد. يبدأ اسمكم النين بتاعه عبارة عن السننام الضهايد. تمام؟ طيب. من كل دي خلي بالك حلي بركز عليها ليه التفاعلات دي. لان هي فيها التفاعلات كلها تخص الأضهيد. الأرماتي الأضهيد. تمام؟ لاني بقول ثاني جزء تعني عبارة عن السننام. لان فتكه أرماتي. تفاعل مشهور جدا ليه الأرماتي الأضهيد اسمه بنزاين كونتنسيش. عشان انا محضر فيه البنزاين. تمام؟ ايه جاي منين البنزاين؟ البنزاين ميجي من تفاعل. اثنين ملكيول بنزالدهايد. اثنين ملكيول بنزالدهايد. في جود متاسيام سيانايد. بس تخلي بالتاسيام هادروسيانايد بكل الكهوليك. ملكيول بنزالدهايد العادية. تتسهم هادروسياد الأوليك. يضع عندك حل شوال إسانون مع تسيام سيانايد. تمام؟ سيحصل كونتنسيش. احنا قلنا تفاعل كونتنسيش معنى ايه؟ اشبك الملكيول مع بعضهم. فانهاء فعل عندي البنزالدهايد ده. مع بنزالدهايد تاني. وتحول الى البنزاين. تحول الى بنزاين. تمام؟ وضيفة عندي اله بتاعت البيتول ده. تمام؟ وهي الأسيدك. نفس الكلام للعالم اللي هو اسمه بيركن. البيتول كونتنسيشن على البنزالدهايد. اخذ بقى ايه بيركن؟ اخذ بنزالدهايد. ماشي. كويس؟ وراح ضف عليه استقام هايدرايد. استقام هايدرايد؟ طيب هو فيه معبارة عن ايه؟ احنا قلنا ايه عبارة عن استقام هايد؟ عبارة عن مجموعة. كونر glycer وايتم الشرك. ا deathsم غيركنها بسبب المجموعة بسبب مجموعة زحيات قلناة ما يجمع制 من اله حالة من قنزاين مجموعة الفها فالسيئش يسريه وتبقى سيئش اثنين بعدما سودجيوم اسيتيت هتاخذ منها اتش وتصبح سيئش اثنين اخذ سيئش اثنين اللي عندي هنا اضافة على الكربنايجروب تاعتبيز البيت تمام؟ ماشي وارح بعد كده اتامل التفاعل وشي منه مية يديك سننامك اسد يديك سننامك اسد تمام؟ انا مهم ليش من البيبوردك ده احنا يديك ان هو في نهاية يديك سننامك اسد بنفس الفكرة كده احت اعملت كلها تفاعلات الكونتنسيشن كلها تفاعلات الكونتنسيشن اللي موجودة على البنزل ضايف يبقى مهمة جدا البركي كونتنسيشن بحضر بيه سننامك اسد الكليزي كونتنسيشن بحضر بيه سننامالضهايت البنزل كونتنسيشن بحضر بيه البنزوين نخلي بانه تمام؟ التفاعلات الاخيرة بس طبعا مش فاعلان ما عنديش هنالف هايدوجين بس هم اضفتها ليه صراحة؟ عشان تفاعلات انا عندي ارماتيك رينك عندي ارماتيك رينك وعندي مجموعة الضهيد موجودة على الارماتيك رينك فانا ممكن انا هذا ايه اضيف هالوجين اضيف كلورين مثلا سيل اثنين هل هالوجين هيدخل على الرينك ولا هيدخل على المجموعة الضهيد ممكن صراحة هيدخل هنا وهنا بس على حسب الاخير كونتنسيشن فانا لو عملت هالوجينيشن اهو انا بقلت افعل هالوجينيشن في وجود زي ما انتعارف المعتاد لاوس اسد زي الفرق ترايكوذورايت تمام؟ آه هيدخلي في الوضع متى ليه يدخل في الوضع متى؟ عشان انا عارف من الترمي الاولاني ان المجموعة الضهيد على حسب الديركتين غروب انها ديركت متى توجه متى تخلي بالك ان اي فنكشن غروب عليها دابل بونت متصحب حالة البنزين بتتوجه متى المهم البنزلدهيد هنبجه متى جيبها هيعمل كلورونيشن ودخل عندك الهالوجين في واطع متى بديك متاكلوروبنزلدهيد يبع المركب ده اسمه ايه؟ متاكلوروبنزلدهيد او ترايكولوروبنزلدهيد تمام؟ ده ام تتكون ده؟ في جود الليوس اسد اللي هو عبارة عن الفرق ترايكوهيد طيب انا جيت عملت الهالوجينيشن ومعنديش هالوجين كاريير ما عنديش الفرق ترايكوهيد يبعى الفرق ترايكوهيد يبعى الفرق ترايكوهيد هذا انا مدفستوش في التفاعل ده ما عنديش فرق ترايكوهيد ماذا لاه، لاه 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 يدرده لغاق ترايكوهيد سوف يدرد القذب من جيد على صعيدهيد ماذا عملا؟ استهل معندي ايتش ممعطل الهالوجين كاريير مواير على الهالوجين يعلم على ساستهول مرة ترى؟ خلال تعليم بالك انا اعمر وتفاعل ده اكضل فرمال البحيد مع الكولورين وانا مدفستهول الكاريير يجعلك بنزول الكولورايد لو انا اخذت البنزول الكولورين عايز ارقعت من الضهيد اضيف عليه ليسيام ترايتر تيبوتوكسي ألومنيوم هيدرائد كده نعمل التفاعل العمدي هو عبارة عن تفاعلات على الالفا هيدروجين بس اثناء الأخير طبعا تقول بس احنا هنا انا بقول لعشان لما عملت الهيدروجين هي فعلا تفاعل الرياكتف التفاعل الأخير اللي هو مهدف الكارياد دخل عندي كولورين لكن انا اريد ان افرق لك بين الكولورين لو دخل عندك على صيد الشيل وبين الكولورين لو دخل على الرنج ايه الفرق بينه موجود الهيدروجين تمام؟ ماشي؟ طيب ده كده التفاعلات اللي هي تخص الالفا هيدروجين لأسيلك تمام؟ طيب في عند التفاعل تاني لسه هيجي بعد شوية اللي هو تفاعل هبارة نحل فورب الهيدروجين وتاخدوه في العمل ان شاء الله وانا اتكلم عنه بعد شوية زبانين التفاعل النوع التاني بتعبار عن ايه؟ النقليفيل قديش هل التاربنايلي بروتر تمام؟ طيب يعني ايه النقليفيل قديش هل؟ يعني انها ضيف نقليفايل طيب مين هو النقليفايل؟ اهو انا جايبان لك تعريف النقليفايل ايه هو النقليفايل؟ قبل ان اركز على الكلام ده النقليفايل عبار عن ايه؟ اني نيجاتيف بس بس لا طبعا اي حاجة عليها هبدا بالتشارج ممكن كمان النقليفايل يكون عالية معلومش تبكت في التشارج لكن عليها انشار ديبير عليها انشار ديبير انشار ديبير بروتر ملكترونات عشان كدا هو عباره عن نقليفايل كويس؟ بس بس الحاجة يقول عليه نقليفايل ايه هو النقليفايل؟ اي جروب على هنا يعني انك تفتشارج اي انشار ديبير لازم كمان لو عليها انشار ديبير يبقى كمان باعد كبيرها مجموعة نقليفايل تمام؟ فهنا هضيف نيكلفايل طبعا زي ما حسنا عرفنا نيكلفايل سالس هضيفه على مين على الكربون المجابة للكربوناليجروب زي ما قلنا انه واقعنا في السبيات الغربية يسحى التلفات منها بيجب على لواع عليها جينما قتول الكاربون على الكربوناليجروب أول معمل إاتاك على الكربوناليجروب بسرعة جدا هرفع البند على مين؟ اهو الساهم يباين عندي هرفع البند على الأكسوجن تحدي اوق lilumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum أصبحت sb3. تمام؟ القو عليها سالب. عشان انا رفعت البند على القو فالقو عليها سالب. ما سميها ايه؟ ما سميها الكوكسايد. تمام؟ الكوكسايد دوه القو عليها سالب. عايزة H نجيب لها من ال H. مش بضيف ايه نشوفها. النقرف اللي بتاعي هو عليه سالب ايه صحية. بس يمكن نكون عليه H. زي ما هجيب بعد شوية مثلا. مثلا ايه مثلا ايه مجابة؟ هتاخدها ال O. وبالتالي ده البروتكت بتاعي يصبح ال O عليها و H. ودخلت النقرف على الكربونة. وهو ده البروتكت بتاعي. قديش ان تخلي بالك؟ قديش ان تتحول فيه الكربونة من sb2 حول ال sb3 اهايه. ودك ده البروتكت اللي عندك. ماشي؟ طبعا لو عمدي النقرفيل يخرج هيعدي دفعال تاني. طيب. ايه انواع النقرفيل؟ ان مفروض اخدت الكلام ده. هل يجب عليها مثلا. ابناجي نوكليفيل عن طيب نوعين. نيجب مين هم المميخلين اللي عليهم نكتي في الشارج صريحة. quindi مش عشير ديبير . نكتي في الشارج صريحة. زي مين؟ زي الهايدروكسيد لو انا استخدمت سوديوم هيدروكسيد .ده ما اقول شي سالبة بينا. استخدمت هيدرايت. ليس يوم هيدرايت؟ هيدر جين عليها استخدمت سالب كاربانين استخدمت الكوبسايد استخدمت السيانيد سيدنا عليها السائر، قلت كنا نوعrag للغاية. أما من البيك نقليفيل؟ اللي عليهم عشرة دبير، معروفين. اللي عليهم عشرة دبير وعليها عشرة دبير معي. أو اي أخل من الوحد همم المئر. يُبقى القول برضي البيك نقليفيل لإتعاج البيك نقليفيل لذلك. لديك من الأمونيا، اللي عليها عشرة دبير، يُبقى نقليفيل. والبرايمر أمين و السيكوندرأمين، ويسأل آر على أن الشكنين هم؟ هم مادورين كلفة لديهم أن أضيفهم على الكربونات على كربونايالوجروب إذا ممسك أول واحد منهم، قبل أن أضيفهم على الكربونايالوجروب، نصل إلى السؤال لدينا دلوقتي، أنا كنت سألت قبل ذلك وقلت، حسب الرياكتفي، رتب للأضهيد والكيتور أحسب الرياكتفي من المور راكتف؟ عرفنا ان الاضهيد مور راكتف عن الكيتون. طابل انا بفكرك بهم تاني. just to remember. نرى الاضهيد عن الكيتون وهققى جايبها لك تاني. الاضهيد تكون مور راكتف عن الكيتون. في التفعالات اللي هي المتلفلية قداشتها. ليه؟ قلنات ليه فاكتور. استيريك فاكتور وإلكترونيك فاكتور. ايه هو استيريك فاكتور؟ استيريك فاكتور من الكيتون عليه زحمة. على كراودي. عشان عليه 2R جروبهم. مور كراودي. يبقى فيه استيريك اكتر. الاضهيد عليه ارب واحدة بس. بالتالي رس كراودي. طيب. هو اللي يكلفال لما يجي يهاجم. عايز زحمة ولا عايز بقان فاضي؟ طبعا عايز بقان فاضي. فلن يكلفال يهاجم الكربون اللي اسرع. من الكربونة دي اللي عليها 2R. وبالتالي الاضهيد يكون هنا مور راكتف. الكيتون يكون مور راكتف. طيب. هذا الفكتور الاولين وهو الصريف. نبدأ الفكتور التاني الذي هو عبارة عن ماذا الإلكتروني التفكتور؟ الاني في البشر. عيش من اين؟ عشان الـR جروب اللي يكون عندي في القضيد او الكيتون. طبعا القضيد في قضيد. في قضيد واحدة بس. فاكس. بلحث. ه Congo انا قلنا في المحاضرة. دنيت اكترونات. دنيت دي الالكترونات. وليس؟ الـR عملت أديها الإلكترونات، فلما تديها الإلكترونات، ماشي، هتخلها ستبليزة، طيب، الكيتون فيها ثلاثة R هم يبقى الـDination أكثر، يبقى الـStabilization أكثر، يبقى أنك لديها 2R هم يستبليز الـBuds for charge، هي عندها نقص، عملت إديها نقص، هتشبعها، وبالتالي، أعتقدها، هم لا يريد أن تزفعل؟ فتنجل البيزادة إليكتروية وبطريقة الأسابقية تصبح ثمي اضافة والفترستورية بالنسبة لتصبعات على الموقع. سنجل إضافة لإضافة الأهمية. حسنا نحن لديك ثمين الأن الأصوات والإضافة والإضافة والإضافة. أخيبzuتي في المحاضر التي قلت لديك أخبار محيطة... ما هي أخبار إذا كنت موجودة؟ الإضافة المموعة لا يزالها. ستجعل اليكتروية والإضافة كبيرة جدا جدا جدا. الزائد olması إصحابيتها قوية جدا للأسكولور lamellots كيتون مورستابل. كيتون مورستابل. يبقى نحاول عند البرودكت اللي هو المور الاكتف اللي هو الأسكولايت. هتحول إلى الضهيد أو كيتون اللي هم يكونوا في الحالة دي مورستابل عن الأسكولايت. تمام؟ طيب. قد عندك ملخص الترسيب بتاعنا هون. نشي طبعا قلنا دهد محبار عن المور. المور لس كراودي مورستابل. وينه مور كراودي مورستابل باين عندك الأسكول بتاعتك هون. المورستابل باينه مورستابل. المورستابل باينه مورستابل. المورستابل في السلايد دي. الكربونية الرياكتفتي بقول عندي الformal dihyde. أحسن في الرياكتفتي. من الأضهيد العادي. والأضهيد العادي مور رأكتف عند الكيتون تفيد في تفاعلات النيوكليفيلك ريأكشن. كماذا يبقى الأسكولايت؟ السؤال بتاعنا قلنا عليه. اي اخبار اسكورايد بيبقى مر أكتب عنهم هما الثلاثة تمام؟ طيب طبيقات للنكليفلك ادشان رياكشن بمعبتاني بالتفاعلات نكليفلك ادشان ريكشن. اول حاجة هاديف عندي مين هما الان اللي عليهم نجات في الشارج صريحة تمام? طيب اول حاجة عليها نجات في الشارج صريحة السيانايد. ابتدأ هاديف عندي السيانايد والتاج اول ما هيديل السيانايد هو الاسياناهايدريل هيدينا تفاعل هذه الالفرميشن. وبص هرجعت اتأكل الكلام الان كدام. هضيف السيولاي ده هو سالبة. اه 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 سيولاي ده سانجو انكلفاي. التفاعل ده المفروض. المفروض انها بضيف هسيئن. هسيئن ده عبار عن توكسيك. سام جدا يعني يموت في ساعتها. طب انا ما اضعش اضافي الهسيئن. انا بحضر هسيئن لانسيته. يعني ايه انسيته؟ يعني هو التفاعل. اضيف عملي سوديم سيولاي ده مثلا. اخذ سيولاي ده. تمام؟ طبعاً ده عمل ايوني البوداسيوم أو السوديوم عليه الموجب والثيارات عليه سالب يبقى نهاية الثيارات سالب عشان ده برقاط استروجن اكليفاين هعمل قديش الثيارات على الكربون الموجب؟ أه داخل الثيارات ده هي اللي هنها أحمر طبعاً أجل بعد كده القوة طبعاً هانتوا القوة هي اللي بخلي بالك؟ بصورة عاجودة هضيف عليها أسد من HCL سالفوريك أسد يبقى أنا في الملخص بتاعي أنا كأنني ضفت هيدرجين سيارات كأنني ضفت HCL بس ما ضفش HCL مرة واحدة لا أضيف الأول السيارات الأول تمام؟ عن طريق السوديوم أوبتاسيام سيارات ده هون السوديوم سيارات ده هون أوبتاسيام سيارات وبعدين أضيف الأسد السيارات ينفع سالفوريك أسد ينفع المهم هيحوله إلى سيانو هايدرين ومين من اسمه؟ أنا بحاول أخليك تفهم وتحفظ في نفس الوقت سيانو مجموعة سيارات عدد كنتي الثالث عن الدهيجان يبقى نشعر في النبئة قم بقى إنها مجموعة سيارات إنها مجموعة تطبيق مع الأسطول دهايد هاتيه الأسطول دهايد مع أن نراقب الكيتون ده يبقى الكيتون بسронة سيكتول عامة سيكتول عامة ما اسمه اسمه؟ اسمه سيانو هايدرين يبقى اسم الخارج الزائد ثلوف أسيتون أسيتون سيانو هايدرين ما يعني اي مثل اضعت عندك سأكتب اسم كم اهو كاملا مهمة دمخمة السياناير افضل مفيدة كدة مجموعة موافيدة، أي السيانايدي، اذا خطاء عندي هنا مجموعة مهمة جدا ومفيدة ازاي لدها أنا هشوف استخدامك استخدمت مهمات الـ Syonosis الّى مهمات المايترية السيوند لنكمله يستخدم الـ Reduction لِذي يتلك لأنها الآن مهمات السيوند هل هنا مجموعة تنسي عنك؟ سي ترابل بومت أني حسنا؟ طيب السي ترابل بومت السي مبهود الأصلية مليش ضعو به لك في عندك اثنين باك اثنين باك معناه هين؟ اول ما ضيف عايزة اتشتين تتحول الكربونا الى هيدورش والان تبقى اتشتين كمان اضيف هين بتحول الكربونا الى اتشتين والان تبقى اتشتين كده ضيفت كم اتشتين على بعضيهم اهم بينين ضيفت أربعة تشت ضيفت كمانين بوم من الليثيوم المونيوم H4 يبقى انا هيدين ايه? ادنا برايمر امين اهو بينين عندك c h2n'2 اهو c h2n' يبقى اذا انا عملت اول حجة ابقى اموت الصيانات وسحقريها الى c h2n'2 ضيفت كم اتشتين ضيفت كمانين اربعة تشت ضيفت كمانين من الليثيوم أبداً الػمونيوم월دي كمسفورات الأدرا momentos فقط لازمم النيسيام للاقصية فياهم مية دائماً أضيف عندي بعد كده أضيف مية عشان أكثر الرياكشن. تمام؟ وخالص من المجموعة من الميتال التي عندي. تمام؟ طيب بعد كده ايه تاني مجموعة السيانايد؟ مجموعة السيانايد ممكن نعملها هادرولوسيز. تمام؟ أحطي لها شوية أسد. سنفرك أسد. أسد هو مية. ليس أسد فقط. هم ورح يسخنها. تمام؟ يبقى أنني فقدت استخدامات بسمية هادرولوسيز بقية سيانايد وغروب أو سيانايدرين. من الموقع السيانايد سيقوم بسيانايد. مع ليسيام عديموليوم هيدرايد. داخلت أطبحت لدي السيش 2NH2. أول منها هادرولوسيز تحولها كاربوكسيلك غروب. تمام؟ تمام؟ التقليل الذي أقول لها على بعض المعرفة وأسميها. مسترطة التي لديها عبارة عن البين زلدهايد. تمام؟ سيقوم بعمل بردوكشل وبعدها تقوم بعمله هادرولوسيز تحول إلى كاربوكسيلك غروب. تمام؟ ده كده عرفنا استخدامات السيانايدرين. تمام؟ إضافة الجريمات ريجنت سيتكلم عليه في المحاضرة الجاية إن شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ها استكمل دلوقتي الجزء بتاعت إضافة الإضافة الجريمات ريجنت. كويس؟ في الجريمات ريجنت نحن نحضر من الجريمات الألخول. يعني ما هي الجريمات الألخول؟ يعني أنا هكبر الصيز بعد الألخول. هادف له R، ده هي الموجودة لجريمات. فعلى حسب الإيقوشن اللي عمتي، أنا أولا أدي الجريمات التاعي عبارة عن RMGX. وأنا قلت من شوية R في الجريمات عليها نيجة في تشارج. ليه؟ أقول ثاني عشان الكربونة بتاعت ال R كربونا والمجي مجنيزيا في بروب 2. والكربونة في بروب 4. وبالتالي الكربون بتاعت ال بروب اللي هي ال R أعلى في السابية الكهربية. وبالتالي عليها نيجة في تشارج. والمجي عليها بوز في تشارج. طيب، أنا هعمل مجي لك قديش؟ كلمة التالي. ال R السليب على الكربونة المجابة في الكربونة الكومبان سواء العديدة أو كيتون. برفع البند على الأكسوجين العقل في السابية الكهربية. تمام؟ وال O هتأخذ ال M G X. تمام؟ هيبقى شكل بتاع عندي أدي الأرض أخلتها ليلونة أحمر. وبعد كده إيه ال O M G X اتصر دي بالأكسوجين. برد تاني أرجع وأقول إن كل تفاعلات الفياه المتال زي لازم أضيف عندي مية وشوية أسل صغيرة. ضفت المية أنا كأنني أضيفها نصر المية. أضيف ال H على ال O. ال H المجابة أضيفها على ال O. يصبح و H. والمجنيزيام سوناقي يتصل بال X و يتصل بال و H. ما يهمنيش. أنا المهم عندي حضرت ودخلت عندي و H. وحاولت ال O إلى و H. ودخلت عندي R. عش كده لم أقول لك كلمة إن أنا بحضر لرجر ألكوهل. هو ده المضبوط اللي عندي. تمام؟ طبقت من الكلام ده. وده الأسئلة المهمة التي تجي فيها. أنا عندي من ال Formal height. كميس؟ Formal height. هي أول الضهيد. هدخل عليه ال R تحت جرين يرد. كميس؟ هيتحول إلى R. تبقى R. CH2. اللي هي ال H هنا و ال H هنا تقعطي Formal height. R. CH2 و كده O. M. G. X. أعمل هدرس مع أسدو مية. يتحول إلى برايمر آنكور. يبدين يعرفت من الضهيد. ها؟ هيديني برايمر آنكور. طيب. لو أخذت الضهيد العادي. اللي فيه R طبيعي. اللي الضهيد العادي فيه R. بسعسل الضهيد. بنزل الضهيد. فيه ال R بتاعتها حرقة البنزين أو ال H سريم. بيس؟ هضيف عليها ال R بتاعتها من الجرين يرد. جالونا أحمر أهي. تمام؟ يبقى هازبع عندي مركض فيه 2 R. يعني هاتينا سيكون جرين يرد. طيب. أنا أخذت الكيتو الأهم. الكيتو الطبيعي فيه 2 R من الأول. R داش و R 2 داش. هضيف عليهم ال R بتاعتها الجرين يرد. هازبع عندي كده 3 R. لما أكمل هادل رسيز هيدينا كير شرق الكول. يبقى أنا في الوقتي بالجرين. لما أقلبك كلمة بحضر لارجر الكول. معناه عشان وضيف عمدي ال R الزيادة. تمام؟ وتخلي بالك. أنا أرد الفاتر الألقوهول. أنا فعلت أنني كأني كتين. فإذا عملت فاتر الهايدرات مثل السوشي و Merhidehydride أو الإيسيا. هي فترطي لالكربونالي القروب ايدي. و إذا كانت فاتر الظهيد سيجدنا فاتر المركض. و إذا كانت فاتر الزهيد سيجدنا فاتر الزيادة. من غير ما يغير النابل على الكربون. لكن أنا أريد أن اتلاحظ أن تصفت الكربون بالمقدار R والمقود في r which is in green. ثم يتم تفعل معه إجريل ثم تفعل السوديوم هيدروجن سالفيت وعندنا سميه سوديوم باي سالفيت فرمزها السوديوم هيدروجن سالفيت رمزها عبارة عن سوديوم وصف ثم هو سوديوم ثم هو السوديوم سأضيفها على الكربونا وبعد كده الـ N-A على الـ O وبعدين هيحصل تبديل أن الـ O هتأخذ الـ H والـ S-O-S-R هتأخذ الـ N-A وبالتالي يقول عندي الـ Al-Dheat وخلي باقي الكيتونز البسيطة السنب المصايل الكيتونز وليس الـ Aromatic Ketones هتدينا مركبات زي ما عملنا هنعملها في المعمل مركب solid crystalline bisulfite اللي باسميه Addition Product اللي باسميه الدكت اللي باعمل Addition اللي باعمل Addition اللي بتاعدل عني ده اسمه ايه بينهم Sodium salt تمام؟ Sodium اهي Hydroxy تمام؟ Sulfonic Acid يبقى Hydroxy Sulfonic Acid Sodium Salt يبقى ثاني اهو Sodium salt of Hydroxy Sulfonic Acid تمام؟ خلي باقي التفاعل ده هو باقي نيجاتيب مع الـ Aromatic Ketones مع الـ Aromatic Ketones مع الـ Aromatic Ketones كله دي زال خليه تمام؟ صحيح ان اعلي فاتك او Aromatic لكن مع الـ Aromatic Ketones لأ ليه؟ لاني عليها استيريك هندرس عليها اثنين R فالتفاعل عندي مع الـ Aromatic Ketones يبقى نيجاتيب تمام؟ ادي عندك مثال مع الاسيطة الضهايد تمام؟ مثال تاني كمان هنعمله في المعمل مع الاسيتون مع الاسيتون بيديك رصب ابيض برضي نفس الكلام هضيف عندي الـ N-A سالبة هضيفها من SO3 مع الـ N-A هضيفها على الكربونة عشان هي سالبة والكربونة عليها مقابلة ما احنا عارفين والـ H اللي عندي هضيفها على الـ O تصبح عندك O-H كمان تاني مع البيوتانون تمام؟ مع البيوتانون نفس الكلام هضيفه عند البيسالفايت وبعد كده تمام عن البيوتانون السوب بيسالفايت دايف في المية يبتدي يدينا عشان بالبروتك تبتاعي الـ Addation Product من هو عبارة عن ايه؟ سوديوم صوت وكادروكسي سالفونيك أست تمام؟ دا التفاعل عندي مع البيسالفايت التفاعل بعد كده تفاعل ايه؟ الفيتج خلي بالك اسمه فيتج وليس فيتنج محدش يحطي لي N هنا يجي عندي كلمة فيتج ويروح يحطي لي N لا مفيش مسموش فيتنج اسمه فيتج رأكشن انا بحول فيه الكربونالي جروب الى CH2 شاكين يا شباب التفاعل ده عكس الأزونوريسيز في الأزونوريسيز انا قلت باخد C ضربوند C يحول لي الى كربونالي كومبوند لا انا المرة باخد كربونالي كومبوند ويحولي الى سيدة أوبوند C طيب ايه اللي بضيفة عندي؟ بضيفة اولا كربونالي جروب كربونالي كومبوند سواء الضهيد أو كيتو تمام؟ طيب معاه ايه كمان؟ بضيفة عليها هذا عبارة عن مركب فيه فيه نيل كل 3 يبقى اسمه هذا عبارة عن فوسفرس لكن فوسفرس عليها موجب انا لو عند نيتروجين بيقول عليها أمونيوم هنا عشاء فوسفرس والفوسفرس تحت النيترجين في الجادمة الدوري يقول عليها فيسبونيوم لماذا؟ اتفضله 5روابط ثلاثة مع الفوسفرس ثلاثة مع الفوسفرس تحضرت الفوسفرس تحت فوسفورس تحت النيترجين XXXPolmium-E-Light اسمهم Alight انا اضمان اسمهم Alight مركبة اسمها تربيفنilexPhymium-E-Light اول ما اضفها على الخرمب turn group بسرعة جدا السيدي والبند الو مع المعلومات الذين يعيشون الكربيناتين سوف اصبحت الكربيناتين بالكاربون اصبح متصل عندك مع الاكسجين. وبالتالي هيدين الكين اني ودك عندي الكين. تمام طيب. نمسك امثال. اذا كان عندي مركبة هون. مثال. مركب كيتول مركب قلضيل. عشان انا نجدها لكم مرضة مع الكيتول مرمى مع القلضيل مع الاسيطال. تمام. وهضيف عليه. الارض تلاتة والاربعة عبارة عن اتشاب. سي اتش اثنين. كميس؟ وعليه نجد في تشارج. ليه ما الكاربونة رباعية. فتعاليها ربطة مع الفوسفرس ادي واحدة. ومع سي اتش اثنين والاتش والاتش ادي ثلاثة. ولست فدلها اتصار رابع بهي اضميجاتي في تشارج. تمام؟ طبعا خلي بقليك. انا بادي في الفوسفرس على الكاربون. عشان الفوسفرس هو الاسيط. بادي في سي اش اثنين على الكاربون. فازاي ما شوفنا دلوقتي هون مع الاسيطال الضغايد. هفعل مع الفيتجري اجمت. كويس. اه هدخل مجموعة سي اش اثنين السلبة هي. مكان ال او. ويزبع عندك سي اش اثنين. طبعا يعني هديك زاود الكاربونة هديك بروبين. هديك بروبين. كويس. وال او مع الترايفينايل الفوسفين. هيتحول ترايفينايل لفوسفونيوم اوكسايد. هذا الكلام مع الضهيد. لو كلام عندي مع الكيتون. اخذ سايكل هيكسانون. فسي حل veelμαكتون لصرافين. يكيب علي انا على السابر وانا على هي اش اش سايي. اتسلا ، ولكن اتفاعل شبكية كريس ب Gas. learning سيفاعل كميزار. كميزار الاكشونان باعز سايكل��� disclose آپجحت من هو على الوكسايد. متاعتني ان hoard عليها مべجرة طيب خاطر تفاعل هذا؟ إن كنا لدي اثنين موليكيون الألبياد funcion فيهو الشخص تبدو الأداة ايضا. من أمثلة المطنيين اللخي لابعا نحيك أيفiant عليه أن البزل الضهيد وم organismo. الطيب هو شخص ص Edwards??? حسنا وترفض فرح مع الدور الشخص تحديد من الطلب من الطلب من الطلب من الطلب من الطلب. كنهادرشد. طبعا في الالم كان في الاضهيض في الفرق التانى أنا Woche disturbing ه sweats constitu 석نمراتكا. سوف تش sok opened, وبنتيك القلب، هناك في الالم كان فيه سوتيات COD g dive دلوت كأسى بيس. تمام؟ المهم. وطبعا عني هنا المهمة جدا التانى ان اللہ كانhiimagination دعبرا عن reaction. وليس conversation. هناك في الالم وكت بشبظ لشبب الاضهيد مع بعضهم هنا لأ مش بشبمرهم هوا كلikalضهيد قاعدا وحدهم واحد فيهم هي حصل لأوكسيديشن كما أقول لأوكسيديشن هو الأضيد عندما يتأكسد يتحول لكارفوسيليك أسد لكن في جود الألقالية الميديم التي لديه هيتحول إلى سوديوم سولتي دينة سوديوم بنزويت هذا عندما يتأكسد وعندما يختزل الألقهول الأضهيد هيرجع للألقهول هيتحول إلى بنزايل الألقهول هذا يحدث في كله في وجود سوديوم هادوكسيدي كونسنتريت أو يقول لك خمسين في المية تخلي بالك يقول لك خمسين في المية سوديوم هادوكسيدي هذا معناه كونسنتريت وتبع عارف أن التفاعل يمشي بالكنزروري أكشى ومنه بقول ثاني التفاعل عبارة منه فيه اوكسيديشن لثنين ميليكول الضهيد وزن نو ألف حدر طيب جيت أنا دموقتي سؤال قلت لك إيه أنا عند ميليكول واحد الضهيد بنزايل وعند ميليكول واحد الضهيد فورما الضهيد ينفع يتفاعل مع بعضيه أقول لك آه ولكن هذا التفاعل يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه كروسد كانيزار كروسد كانيزار أكشاف أنا أخذ ميليكول فورما الضهيد وزن نو ألف حدرشي بنزا الضهيد وزن نو ألف حدرشي أخذ ميليكول من ده وميليكول من ده خليط عشان كده يكون الكروسد معاناها إيه؟ خليط من الألضهيد ولكن هم الاثنين يتبق فيهم الشرط بتاعي إن هم وزن نو ألف حدرش خليط؟ الألضهيد الأول طبعا في جودا سوديو هالنوكساتي كونسنتريتد أبوست ألاقي اللي في التفاعل ده صراحة على حسب المكانازي اللي هتفاعل الأول اللي هو فورما الضهيد فورما الضهيد التفاعل الأول ليه؟ هو مين فيهم المرئ أكتف؟ الفورما الضهيد ولا البنزا الضهيد؟ طبعا من ناحية الستيرك هندرانس الفورما الضهيد مفهوش استيرك هندرانس طول هم هيدو فيه اتنين اتش لكن بنزا الضهيد فيه اتش وفيه حلقة الحلقة البنزين عاملة ستيرك هندرانس عشان كده مين اللي هتفاعل الأول؟ مين المرئ أكتف؟ الفورما الضهيد وبالتالي هو بإنه هو يتفاعل الأول يحصل له أكسيديشن فالفورما الضهيد حصل له أكسيديشن وتحول إلى سوديوم فورميت والبنزا الضهيد يحصل دوردكشا وتحول إلى بنزايل ألكول تمام؟ يبقى اتفاعل ذلك ايه؟ ان الفورما الضهيد هو اللي هتفاعل الأول ويحصل له أكسيديشن تمام؟ كده ايه عملتها اعملنا اتشن للنيوكليفايل القوية البعد كده انا هضيف عندي نيوكليفايل ويك نيوكليفايل تمام؟ هعم اضافة مين؟ هعمل اضافة دي الووتر اتشن تمام؟ عناصر المياه اله اله و الوه هضيف عندي عناصر المياه وبالتالي النادج بتاعه ورعا هيدرات تبا تخلي بالك انا كان عندي مثلا كنت بوص غيانه هيدرات اللي اضيف مية هسميه هيدرات الفتج هيدينه الكين كل واحد يوم امعارك البرودكت تتاعه يكون ايه؟ وتعملهم واتلخصهم لو سمحت هعمل هيدرات فورميشن بينا هيدرات تفعل هيدرات فناخد عندي الوضيهيد اخد عندي كربونيكو بومب الوضيهيد او بيتم وانا كتبالة وانا كتبالة اضافة على الكربونة ثلثة اضافة على الاكسجين وضيف عناصر المية اللي هي اله والوه الوه السالبة على الكربونة هرفع البومد على الاكسجين وسرعة جدا الاكسجين تاخد اله اهو تاخد اله يزبع عندك اثنين وه على نفس الكربونة الوضيول انا احنا قلنا قبل كتر الوضيول ممكن نرجع تاني لدينا كربونيكو بومد عشان كده التفاعل هو عشان يمشي ويدينا لازم يكون في عوامل بتأثر على ان يبقى الهيدرات عن الوضيول الوضيول او ناتج اضافة المية يكون عند الهيدرات فيه حاجات تتخلي الهيدرات كل ما زاد كل ما يبقى الهيدرات مثال عندك كلورال 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 مجمع ثلاثة كلور هيتفاعل مع المية لم يتحدي علاج هذا الشيخ كلورال 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 الضيول أو الهايض. طيب. أنا هضيف حاجة غير المية ما يشي. نضيه الكهول. عشان اضيف الكهول اسمه ايت تفاعل الناديك أو البروتكت الناديكين اسمهم هيمي اسيتال أو آآ استال واذا كان كيتوني واسمهم كيتال أو كيتال فور ميشي طيب. يوم في ايه التفاعل ده? انا باخذ عندي القضيهيد ونمسك واحد واحد عشان هوا القضيهيد ها يجينا اسيتال وهيمي اسيتال. اول ملكين من القضيهيد هنضيف عليه العلكهول في وجود الاسد. التفاع دول محتاج الاسد. ليه؟ لان انا بقول لك انا بسترده ميكنيكليفاير. لاباني ميكنيكليفاير طف ضعيف. عايز حاجة تساعده. فبضيف اسد. اسد كتاليسيز. تمام؟ هتدى هضيف عندي. ال او ار اهي بتاعتي. الموجود هتبقى لكم انها ازرقه دي. هضيفه على الكربولاكات الكربونايل. هضيفة ال او ار. وال holy هتاخد ال H. وتصبح عنده OH. وبالتالي هو ده هيمي اسدال يعنيه لم ن KN000 أسيدال. الهيئة الاسيطان ده في المجموعة انا عارف ان الهيئتش باد ليفن جروب انا عشان احولها من باد ليفنج نازل ما اعمل لها بروتوليش فاضيف عندي ملكيول اسد اني بالاسد المراضي ما يبعمل بروتوليش وهي سيحول من الهيئتش من الباد ليفنج الى بود ليفنج وتخرج عندي على هاية وطر تمام ورح ما ادخل عندك مجموعة ال او ار التامية ينزب عندك اثنين او ار اهو وباني انا بضيب اضهيت اسمه اسيتان عشان الاضهيت كويس؟ طيب نفس الكلام انا لو اخدت عندي كيتون تمام؟ كيتون ضيف عليه ملكيول من الاضهيت الاولانة يتحول الى هيميكيتان برفس الفكرة ضيف عندك الو ار والو اتش ال او تاخذ ال اتش ثم عندك و اتش ضيف ملكيول تاني من الانكهول في ود الاسد هيتحول الى كيتان يبقى الكيتون هادينا كيتان والاضهيت هاديك اسيتان تمام؟ في النص في الحالتين يحاول يمر مرحلة الهيميكيتان والهيميكيتان يبقى المخص بتاعي انا لو اخدت عندي الضهيض اهو وضيف عندك اثنين ملكيول انا لم اجمع الخطوتين على بعضين ضيف عندك اثنين ملكيول من الالكول في جود الاسكاتريسيز انا اطلع ملكيول مية منين المية الانكهول مع هاتين انا اخدتهم لكل من الالكول واخدتهم للخطوتين من الالكوهول قليلة يخرج عندك على هاتمية وافرد الكربوناليوجلوب انها اوهاتين أدوى asking يبقى اسمه الاضهيت يبقى اسمه ليه اسمي معشان اني بدي بيثايل الالكوهول لايضاء الاسيتان نفس الكلام المراد المتستعادة كيتون كيتون كيتول اعربي الكيتول卡ليش الذي فضرناه الكتال ان يغير المرضان لنا والي غير المرضان على ال Μيثايل الالكول لعنبه 2 ملكيول ق overwhelming ساعتور deste Kathryn وبكث Waary انه واحة المياه المضاوخ الكتاول اللي هو الماء greater than اول ما قلتني تجعلنا مباشرة أول شيء يعني لماذا هو برايمير أمر وأشعر عندي برايمير أمر هي دينا أمر هدتنا أي من قربة أمر ؟ تصبح أمر برايمير أمر سوف يبدأ أمر بالصابع فهذا يسمى الأمر التي سوف نحاوله لأنه مباشرة نأخذ أمر لدينا الأضياد وتضيف أمر برايمير أمر والأمر يبعلي أمر بير على كساس هو بيكنيوكليفال. تمام؟ اول خطوة بعمل أدشن. تمام؟ برض اللحظة استحبني في عندي اسد. قلنا برض الاسد عبارة عن كتاليسيز عشان ان قليفال اللي عنده بيكنيوكليفال. طيب هعمل خطوة للأدشن لل ايه? للان على كربنال بروك. هيتحول الى كربينول امين. طبعا ال او تاخد ال اتش التاني على الان ويديك كربينول امين. ايه هو كربينول امين? كربينول اللي تكربون عليها هو اتش. اهي. وايس؟ والان اللي هو الامين الان اتش ار. تمام؟ طيب. دايماً اي حاجة فيها هو اتش. وصلح جداً يحصل اليمنيشن لمنوكيول ووتر واتش اهي سالبة مع اتش اللي موجودة على الان. وطلع منوكيول ووتر وبالتالي هديك دابل بند بين الكربون والان. هوا ده عبارة عن الامين. يبقى دايماً الحاجات الكاسية دابل بند ان عبارة عن امين او شف بيس. تمام؟ طيب. طبقات على الكلام ده. هل يتفعل الاولين اهو. لو اخذت عندك الاستوفين. هضيف عليه برايمر امين. هبنا بالأسهم هو. الامين اتاك على الكربون المجابة. ارفع البونت على ال او. ال او تبقى او سالبة. خطوة الاتش. الو تبقى سالبة. كميس؟ هتدخد اتش من متوع الان بتاعت البرايمر امين. هتصبح عندك هو اتش. اللي هو كربينول امين. احنا كلمنا عليه. الكربونة الامين بصرق جداً يفقد مليكين الووطر. بيحصل ان ن DIY انيش انيش امين او شيف بيس. تمام؟ نفس الكلام التطبيق ثاني على اسيتون. الاسيتون مع الامونييا يديك الكربونة الامين. شيل مليكين الوطر يتحول الى اسيتون امين. فعبارة عن انيشن اف امونيين. طيب. المبرايمر امين بتاعي. في عبارة عن. اختلف عن حساب الار اللي موجودة عندك. فالبرايمر امين بتاعتي قدل ار بتاعتي احتبالها زد. فأنا لما عند لو الار بتاعتي عبارة عن ايش طبعا عند امونيا. نبقى ان ايش سري هيديك امين عادي خلاص وامكان. لو الار بتاعتي عبارة عن ار بروب القيميصير اي مجموعة ار بروب. وايس عبارة برايمر امين. ابص عليها ديني عبارة عن ان دول بنده ار. ديك امين. طيب لو الار عبارة عن واتش. طبعا في المركب بتاع عبارة اسمه ايه؟ اونا فاط Spartan 수� raging فيه واتش. نحيط. وامين عشان فيه الامين. هادروٰ الامين. طبعا مع الهدروسايل الامين لا تنسى العش. انا طالع الاخذناع الاندات الموجودة لانrioشي. ويتحول. يجدينه ايه؟ اوغزين. طيب. فعشان كده بتقول عندنا هنا مع الهدروسايل الامين اللي فيه الواتش وانه اش امنين. قوائس? الادش اتخرج مع الوق LED كربوناولا كبوليا الجذوب الليها. يتبقى عندي N عليها و H ده اسمه اوكزيم بركز عليه ثاني عشان ده من التفاعلات الجديدة لو اخدت عندها الوكسيلمين كويس هطلع عندك ملكيول ووتر كتيبي اهو كابين اهو هطلع عندك ملكيول في كلهم في كل التفاعلات دي هطلع عند ملكيول ووتر منين ال H2 الموجودة على ال NH2 وال O بتاعت الكربونالجو اهو ثاني شبك ال H2 دي مع ال O يطلع عندك ملكيول ووتر وايه وال Z دي هتبقى موجودة عن ال N اوكزيميم يودع التفاعل عند بكلف告訴 تلك المشكلة حسنا ستستيقع في المعمل من برسال والثينفال مع الفينالهيدرازين لذلك؟ هيتدين served in sphnylheydrazoos ولكن مع الفينالهيدرازين هيتدينا haben syndrome وبدء نفس الفكرة ال H2 الذي موجودة على M هو الملي�� التصبinct ال H2 التي يستطيع örع Paige وبيض ال� entonces إلى sec сожалению بلغة نشكلة ال H2 او استعداد ذلك الكتهب ماشي السيمي كربوزايد دا ممكن هي شكلها استركشن غريب شوية بس انت هتعرفه ان اتش 2 ان اتش كربوناي الكروب ان اتش 2 دا عمار عن سيمي كربوزايد هيتحول الى سيمي كربوزور ويخرج عندك من الفيو الوطر برضي من ال اتش 2 اللي موجود على انه الانه دي رقم كامل هتتفاعل في انه دي رقم اربعة دي رقم اربعة لان انا حبيت عمل ترقيم هاد الكربوناي الجروب اقل ترقيده برقم اثنين لو انا بديت منها من اليمين Field 1 رقم واحد cربوناي الجروب رقم اثنين ولان إنها رقم ثلاثة ولان هеди رقم اربعة طبعاً انا وبنت المح 하게 من ناحية عكسية اي amber رقم ثلاثة طبعاً غلط فاني هم اثنين هتفاعر مع المانيوق Berry qui reste 4. هي أكتر واحدة The yuclify طبعاً لاني هي بعيدة الكربوناي الجروب einmal الجروب الي ضخص guerra Finally we all 서д ler books entirely estem فخصر لدي الميت داخل Mills مع الكربوناي الجروب في التالي الميت none متاح لكن الأمان الغروب هي رقم وضع بعيد عن الكربونية الغروب. وبالتالي الأشور تبير اللي عليها متاح. وتضينا سيمي كربازون. أمثلا من الكلام اللي عندنا هنقدين. إني أخذت عندك السايكل هيكسانون. أهو. السايكل هيكسانون لما فعله مع الهدوكسيلامين. والنائم مع الهدوكسيلامين. يطلع عندك H2. مع الO. يطلع عندك ووتر. ويطلعك أوكزين. أنا كلنا فيها بكتب اسم الستارت بتاعي. سايكل هيكسانون. ما فعله مع الهدوكسيلامين. ما هو رمز الهدوكسيلامين؟ إن عليها هو H. وبدأ العمل بالجند مع الكربون. أسيتون. مع الهدوكسيلامين. سايكلتنا أسيتون في ميل هيدرازون. بدأ مع هدرازين. ستحول الهدرازون. تمام؟ وده هنعمل في المعمل عندنا عندنا مركب صلد. وبترسب عندنا في المعمل راصب أبيض. وهنشوف. تمام؟ هذا مع الاسيتون. طيب. التفاعلات اللي بعد كده عندي. بشكل ملابين من المفعلين. ستفعل في الطعام الأسرع من كienia přخصص Ellis لأنك الغائف لأنبدو صثرة اُ pastatica إلى م Angela جعلت على مستعد من فترخن الله الثالثة ممكن من操еп ولواسنعهاَ عندما أcrire مستعد من صثرة جدو سنعPer وضع مستعد من دعاء كاربوكسيل الجروب يحصل الوكسديشن بسهولة جدا عن الكيتون اني ايه هفرق بها كويس افرق بينهم ازاي ابتدي اشبها طيب اول حالة اوكسديشن للوكسديشن للوكسديشن اضيف عليها برمينجانات او اضيف عليها بتاسيامتين كورميت هيحصلها تحول بدل ما هي اوكسديشن تحول الى اسد طيب ماشي معروف ازنوما استرى الوكسديشن سيتحول الوكسديشن الى اسد تمام طيب متنكمanka الاضياد يحصل الوكسديشن بما المال شانبي 되جن اهى سيبا هتلاقي عندك المعمل اسمه هان امونيتس wo observer حداجيني عبي Weri user شان فيها ايه فيها معاه امونية امونية ورمزها ايه احباز يأبدها عبارة عم اي جل عشان المصف ال faço贝ل امونية الكل اثنين المصف الان الي الله هي الامونية وهبقى كده او h تمام امونية السيبا امونيية السيلبر او امونية السيلبر هادرك صايد ماشي؟ التولنزر إيلتيا هوه ميلد عكسديت أوكسديتيق لما أنه ضعيف، سيتفاعل مع المركب المرياكتف من هو مرى إيلتيا الأضي هيد Chemistry إحدى الأيل هي مرياكتف لكن الإيلت کو Shenmine جيدا auraisه Nejma Cook لكن أنا افعلاً عندي التولنزر إيلتيا ال君 مع المال Line Letson هياً رائعين بال fascinating والأضهيد يحصل لأوكسيديشن. هو مبين أنه عنده زيادة O. O زيادة داخل تهيئ. حصل لأوكسيديشن. وهو تحول من الأضهيد إلى خربوكسيليك أسد. حصل عن التهيئ. أكيد بالطبع الأوكسيديشن يبقى معاهة دخشة. اللقشة اللي مين؟ السيلبر. السيلبر اللي عنده هنا عبارة عن السيلبر 1 موجب. هيتحول إلى سيلبر 0. سيلبر 0 معناها سيلبر متر. يروح مترسيبه على قدر التسو تيوب على هاي السيلبر ميرور. هبوس تلاقي عندي على قدر التسو تيوب في عندي سيلبر ميرور. تمام؟ بقيت الإكويشن الأمونية تطلع عندي أمونية هي NH3. طبعا هيتلع عندي ملكيول مية 8. انا عندي هنا 2 هاتش. كويس؟ أوميل هم هدخلها على الأوضية الدوباء أسد. والهاتشتين الثانيين. مع الأول اللي بقية هيتلع عندك الوطر اللي عندنا. كويس؟ يبقى طلع عندي وطر. أنا ما همريش بقيت بقية لأن المهم الجزئتين المهمين اللي هو الأسد والسيلبر ميرور. مثال لو أخدت عندي البيوتانال أضهيد. فعل مع السيلبر موجب. السيلبر واحد موجب اللي موجود في التولينز. هيتحول إلى أسد. ويترسب عندك السيلبر زير. طيب. بما أن التولينزري ايجنت. ميلد اوكس ديني ايجنت. عشان كده هو سبيسيفك للأضهيد. هاي دينا نيجاتيب مع الكيتر. نيجاتيب مع الكيتر هو سبيسيفك للأضهيد. لأنه ميلدوكس. يقول لك ما معنى التولينز يتفاعل مع الأضهيد؟ لأن التولينز عبارة عن ميلدوكس ديزينج ايجنت. لا يفعش يتفاعل مع الكيتر. لكن هناك نوع معين من الكيتر يمكن يتفاعل معها. اللي هم عبارة عن ألفا هيدروكسي كيتر. الكيتر الأغلبية اللي لدينا عليها 2R لا يتفاعل معها. لكن لو عندي ألفا هيدروكسي كيتر هيتفاعل معها ويجينا سيلبر ميرور. يتحول إلى الأسد. يتحول إلى أمونيات السيلبر نايتريت اللي هو عبارة عن الثولينز يتحول إلى أمونيات السيلبر نايتريت اللي هو عبارة عن الثولينز. برضي بيدي بقول ثاني مع الكيتون العادي اللي عليها 2R نوري اكشن. إن R معناها نوري اكشن. طيب التفاعل هنا بنرخص ونقول إن الأضهيد ممكن يتأكسد مع البرمجانات ومع الضيكورميت ومع الثولينز. لكن الكيتون يتفاعل مع البرمجانات ويتفاعل مع الضيكورميت لكن ما يتفاعلش مع الثولينز. يجي يقول لك زاد فرق بين الأضهيد والكيتون باي كيميكال ديست. وهو الديست ومش غيره. هو ديست واحد. توتى الثولينز أو الثولينز أيجان. ان هادين مع الثولينز الأضهيد والانجتة تتميها الكيتون. طيب دلوقتي أدي الثولينز تعيش. اه سلبر مرور تست. أضيف عندي الثولينزة راجعين. اللي هو مهارة عن مخرفين سلبر واحد موجة. ماشي. لايعمل الوكسدريشن للأضهيد بكاربوكسيليت. السلبر بتاعه مهارة عن السلبر واحد موجة بتحول لسلبر متل. ماشي هيترسب عندي السيربر عهاية ايه? آتيج غري ممكن غري او بلاك بيسيبتك او سيربر ميرور. تمام? ويتحول compeer الكي سيربر ميرور اللي احنا بهتشوفه عنديك على جدارة cIDU مثال عندي السير whirl vaat haitaf snapping�clock tullin 0. طبعا بلونه의 Corurless هيتحول الى ماشيه نفس الكلام مع بنزل sein cerca هيتحول التي تأكسد بنزل الرو اللي الى منزوي Elizabeth Acet تمام? وترسب عملك السيربر عهاية سيربر zero. ماشي طبعا مع الكيتون هيبقى عندي هنا ايه?, no reaction الوقت هنتكلم على الاكسديشن الاكسديس السابقة ان الكيتونس عشان يحصل لها اكسديشن طبعا هي بتقاوم الارسدة تمام وان البرمنجانات والدايكوروميت ما يدارش يفرق بين الاوضهيد ولا الكيتونس انها الديوستق مع الاثنين القضيطة بانتحول الاسد في الكيتونس هيحصل له كليفج واندينا اثنين اسد دا ما شدنا في الاكسديشن السابقة وانتالي ما يدارش يفرق بينهم ضمنجانات والدايكوروميت وما لنا يفرق بينها يفرق بينهم ايه طولزير ايجان هل معنى كده ان الكيتونس مش بيحصل لها اكسديشن خالص لا بيحصل لها اكسديشن اول اكسديشن ها قدور الكيتونس بس على شرط تكون مسايل الكيتونس يعني ايه مسايل الكيتونس يعني يكون فيها المجموعة دي مجموعة سي اش سري جنبها كاربونايل غروب كويس او مجموعة سي اش سري جنبها سي اتش او اتش باعتبار ال nouvelles Ceho H دي اللي كاناها secondary alco هن لما اضيف عليها هياصلها اكسديشن وتتحولها مجموعة الى غروب اللى هيا ونفقها على كول تمام؟ فبالتالي التفاعل ده هممكن يحصل في الأوضهيدز والكيتوز بس على شرط ان يكون فيها مجموعة الأستايل جروب موجودة من الأصل أو يكون في مجموعة الأستايل جروبها دي هتيجي بعد الأوكسيديشن بمجموعة الساكندر ألكل بس يكون شكلها بالطريقة دي تمام؟ طيب في التفاعل ده عندنا في التفاعل أنا بوضيف إيه؟ أدير مسايل كيتونز هاي؟ كويس مسايل شكستيجن باكاربونايل جروب وضيف عندي آيودين وسوديوم هادروكسيد التفاعل ده اسمه إيه؟ اسمه الهالفورم أو الآيودفورمر أبشر ده مش معنى الآيودفورم؟ لأن الآيودفورم اللي بناتج اللي هيكون اللي هو عبارة عن C-H-I-3 ده عبارة عن بريسيبتت يينو بريسيبتت تواسب لونه أصفر؟ طيب ليه ما استخدمش كلوروفورم؟ ده عبارة عن لكود مش هادر أعرفه طيب هيتخلبي وهي موجود مع لكود اللي عندي في التجربة مش هادر أعرف النتيجة تكون ولا ما تكونش ونفس الكلام مع البرومافورم وبالتالي أنا بيستخدم الآيودف عشان هو عبارة عن راصب أصفر طيب مضيف عندي الآيودفورم وزي ما احنا قلنا تفاعل ده تفاعل أكسيديشن تفاعل أكسيديشن معنى إيه؟ هزود أكسيجن باين عندي هون؟ في المثال بتاع تفسي في الأر كربونايلي جروب أهين؟ هيبقى تحول إلى أر كربونايلي جروب جنبيها أوه أهو بينهم دخلت عمدي أوه وميس؟ وبعدين طبعا في قود السوديم هادر أكسيديشن هيبقى عبارة عن سوديم سولت من الكاربوكسيلك أسيد سوديم سولت يحبث من الكاربوكسيلك أسيد زائد الآيودفورم تمام في التفاعل ده ونا عند حول أنه الرائد نعم أمسلاً مين من الآيودز يدي الآيودفورم وبعد كده مين من الكيتنز مقضية أول عمل أحد فسيצدي nog adaylسيذ الهرITE like الهورم هو عبارة عن السودي الذي يتجبه وهلك لأنه متكفل معنى ish3 caribonelob تمام؟ يبقى الوحيد الوحيد اللي هيدي هو عبارة عن الاسيتون الضالب. طيب من الكيتونز لأ كيتونز كتير بقى. هل المصاين الكيتونز تدي ادفور. عمداني امثال اهو الاسيتون والاسيتوفينون ومثلا اتنين بيوتانون. اي حاجة فيها مضموعة الاسي اسري كاربونالجروب اللي هي فوق اللي انا بقول لك عليها دي الاساسية. وانا عملك لون هاباين عنده اكاس اسري كاربونالجروب لون هم ازرق اهي دي الاساسية تبقى موجودة. طيب نبقى دي امثلها من الكيتونز اللي تبدي ادفورم. طيب هل فيه كيتونز متيديش ادفورم؟ اههه. ليه بقى؟ لاني ما فيهاش نجمواط الاسي ادفورم. زي مثلا امثلة البنتان 3 اون. اهه. البنتان 3 اون. معارف هو لو بنتان اتنين اون. لو كاربونالجروب رقم اتنين كان يتيبوزطف. لكن البنتان 3 اون هيدي نيجاتيف. كمان عندك البنزوفينو. البنزوفينو ما فيهوش من الاصل خورس. يبقى هو برضى كمان نيجاتيف من الايدو فورن تري اكشن. طيب. اتفعله الايدو فورن ده هو عبارة. هدي ناخد امثيل اهو. اول امثال عندك الاستالدهايد اهو بقولك الاستالدهايد الوحيد. استالدهايد واضيفة عندي اربعة سودم هادروكسايد وتلاتة انجوليد. اتفعلت عبارة انتفعل سبستيوشن. بيعتمد عن ان الهايدورجينة اللي هي الفا حيضهايد الكربوناي الجروب. اسيدك. وبسرعة جدا يحصل سبستيوشن وتتحول الى C, I, N, C. وبعدين يحصل كليفش. وهي هذي تنفاصل عن عن الكربوناي الجروب وتتحول الى الايدو فورن سي اتش اي سري. والكربونا بتاعت الكربوناي الجروب معها ال H ومعها الاو اي ن اي. يتحول الى سوديوم فورمات. يبقى طيبا التفاعل بتاعة استالدهايد مع اربعة ايضين. مع اربعة سودم هادروكسايد. والتلاتة ايو دين ايود فورمزا السوديوم فورميت. بايس؟ طيب لو اخدت عندي مثال زي الاسيتون مع الاسيتون ويمكن الاسيتون انك بدالك فيه خطوات اكتر تفصيل. ادي التفاعل. اول حطوة اللي بقولك عليه خطوة الهالوجينيشن او السابسيتيوشن. احض عندي الايودين وثلاثة سوديوهدروكسايد. ثلاثة في الاول ثلاثة. مع الايودين هيحصل السابسيتيوشن الواحدة من الميسايل جروه اللي هي الفا للكربونايليج وواحدة منه اي واحدة فيهم. التحاولة سي اي ثري يحصل السابسيتيوشن طبعا اللي هو عبارة عن تفاعل الهالوجينيشن ويطلع عندك تلاثة السوديوم ايود وثلاثة مايكا. الخطوة اللي بعد كده اللي بضيف فيها الميليكيول والرابع منه السوديوهدروكسايد يحصل فيها الكليفج. كليفج بين مين؟ من مقباط السي اي ثري والكربونايليجورو. السي اي ثري اتخذ اله بتاع السوديوهدروكسايد وضطلع عليها ايودو فورم. تمام؟ اهي سي اي اي ثري ومعها اله على هاية ايودو فورم. الاو ان اي اي هضيفها على ماييته الكربونايلي جروب وتتحول الى السوديوم اسيتيت. ونحسن عندك فيها كليفج. ونحسن عندك فيها كليفج. كمان مسيحل تاني. وبرد خلي بالك. يجي اسألك يقولك ايه؟ ازاي تحويل الهاتي تكون الهاتيات القاسيت. اه اه. نتفاعل ايودفورن. ازاي بقى؟ انا الايودفورن بتاعه عملت التفاعل ورح مدينه السوديوم اسيتيت. اخذ السوديوم اسيتيت ومواضف لها شوية هاتي الأراتيات القاسيت الصغيلة. عامل اسيداليفكيشن لتحويل ال لها اسديكاسسيب . تفاعل ثاني لو اخدت عندك الاسيتوفين مع الاسيتوفين او في مجموعة الاسمتاعي موجود مجموعة الاسمتاعي موجودة مجموعة الاسمتاعي مع الروكسايد و 3 عيوديم تحاول الاسوديوم فينزويت يخرج عندك الايود و يخرج لعمل ايود وفيه كليب شجمال طيب التفاعل بعد كده الايوديم في الكيتون برضي ما تنزل تفاعل هعمل اكسديشن للكيتون التفاعل اسمه أي؟ بالأكسليشن في الكيتون سيحصل على أكسليشن في الكيتون مع البرأكسي أسد دير أكسي أسد يعني معناها أسد ولكن فيه أكسجينة زيادة بير أكسي فوق أسل فيه أكسجينة زيادة بير أكسي أسد طبعا تتخلي دلت التفاعل داخل دينا أسير وهيحصل فيه يعني إعادة الترتيب بجو كبيرف Connection بتاعنا فالتفاعل بتاعه مثال عن دفع زي الأسلوفيلو في او понрав片ه فيه وض很 Senate ال Thursday وعليها O ثم O و O كمان و H حتحول إلى فيماي الكتاب أنا عملت انا دخلت اكسجينا حشرت الكربينا Virginia بين لحلقة البنزين وأنا دخلت عند أور طبعا عملت معناها أن فصلت الأول هنا وعملت ري أرينجمنت ودخلت الأوبات كده رجعتها فيني زي ما كانت فدينا إسطر عبارة عن الفنيل أسيتيت طبعاً ما ينفعش تخلي بالك أننا تتحطين الأوب من الكربونايل غروب الس إش سري غلط، ده البرودكت ده غلط هو التفاعل طبعاً ليه ري أرينجمنت ليه ميكانيزم بس طبعاً عشان إحنا ديق الوقت إحنا مش بنقوله الميكانيزم بتاعه تمام؟ يبقى هدينا فنيل أسيتيت مش كده أقوله هدينا إسطر، ماشي؟ قدNO حلصنا الأكسدينيشن، نكلم دلوقتي على الردقشن الردقشن هني هو... الأي اي., أنا عندي نوعين من الردقشن التفاعل الأولاني من الردقشن هعمل هايدروجينيشن معناها هضيف هيدورجن كده، التفاعل الثاني من الردقشن إنه هعمل دي أكسدينيشن، معناها هشيل الأكسدين تمام؟ نمسكي الأولاني إنه التفاعل الردقشن عبارة عن هيثرواري ني технолог ونخلي بالك. أنا هضيف هيدورجن H ممكن نعضيف هيدورجن به طرقة كتير طبعاً لما اضيف هايدورجين على الكاربوناي البروب، هاديف هايدورجين على ال H على الكربوناي واديف هايدورجين على ال U يبقى ال U بتاعة بدل مية كاربوناي البروب تتحولي لالكوهول، وبالتالي أنا هعمل دقشة لالكوهول نفس النامبر من الكاربوناي اتونس، تمام؟ طيب! قدي لكوشن بتاعته ال R agent اللي ممكن انا اضيفه عشان يعمل هايدوروجينيشن ممكن اضيف حاجة من التلاتة دولة Heydrogen Gas طبعا هيydrogen gas لازم يكون معاه kataslyst عشان يشيل الهيدرالجين زي النيكل زي البلاتينوم اوم? وفي الحالة دي انا اخلي بال انا اضيف اثنين اi اش واحدة واعمل Addition Addition Youtube Advis على الكربونالي الجنوب طبعا طالما عندي الدوبرمد يب evaluated كنقوم بتاعمل له تفع complications خويس? اضيف اثنين products hydrogen واحدة على de patch واحدة على الكربونأ وبالتالي هيبليك الylene اوه اتخلي بالك اما لو بادي بقى الضغيف هادينا برايمر الكون لو بادي بكيتون هادي نيساكندر الكون تمام طيب داري ايجنت الهايدروجين والكتاليست ننكر ننضيف سوديوم بورو وخلي بالك من البورو البي بس سوديوم بورو هايدرائد اتش فور ام ايه بي اتش فور او ليثيوم اليمونيوم هايدرائد تمام تخلي بالك هما الاثنين فيهم اربع اتشيات ده فيهم اتشيات كتولة جدا عن ما انا عايز كمان وهو التفاعل ده عبارة عن ايه اعبارة عن اضافة هايدرائد اضيف اتش وبعدين اذا ما احنا اتفاعلنا قابل كده وان انت فاعلت اللي فيها الاركاني مختلف كمبوند زي الريسيوم والاليمونيوم او البورون ان انا دايما مخلصها واضيف عندك طبعا او السوديوم اضيف عندي هايدروجين عبارة عن اسد تمام يبقى انا هضيف اتشياتين واحدة مجابة واحدة ساربة على الدابل بوند وتحول الى سي اتش و او اتش عندك او ضي هيت اضيف تفاعل الاولين لردقةشن الاولين اضيف عبارة عن ردقةشن وانا هاعمل دايما قلت لك وبين من اسم دي اوكسجن يعني انا هشيل الاوكسجن لما هشيل الاوكسجن طبعا نفس الحاجة اننا عندنا اننا هددينا بقى ايه فانا عندي سيلة والبندقون هشيل الأو وضيف طبعا ما دالها اتشتين أنا مغيرتش لعدد الكاربون وبالتالي يبقى عندك سيم نمبر اف كاربون اتومز تمام طيب فانا عندي طريقتين عشان اعمل بيهم اللي هو الهو الهو دي اكسجينيشن يأمة الأضيف هيدرازين اللي هي الهو 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 اله تمام؟ CH2 يبقى تتحول إلى هيدرو كاربون. طيب نفس الكلام. رأيجنت تاني وتفعل بنيم رأكشن تاني. آآ كربونايل غروب. أضف لها زينك و ميركري و HCL. أسيد ميديا. التفعل ده اسمه كليمينسين. يبقى ده كليمينسين رداكشن. والأولين الاسمه اين؟ والفكيشنر دداكشن. كليمينسي رداكشن. والفكيشنر دداكشن. أحول الكربونايل غروب إلى CH2. تمام؟ أمثلا من الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده تطبيق القاتر. أنا لو أخدت الاسيتل stole the height، تمام؟ ههم؟ هحضت قشيلال كربونايلو غروب دي. هحولها إلى السيء إش 2 مع ال H. ليهما يبقى هي Hgress 3. يبقى هادي نأيه ثاني لو أخدت الاسيتون الكربونايلو غروبم اللي في النص هتتحول إلى سيء إش 2. يبقى اعبارة عن بروبانه يبقى الاسيتون هتتحول إلى غروبانه لمم 있어 لكمان تاني. ولو أخدت الواحد في مايل واحد روبانون. روبان تاعة كربون هم عليها فينال على كربون رقم واحد. واحد في مايل واحد روبانون. الكربونالي جروب دي هتتحاول الى سيئة اتنين. هتتحاول الواحد في مايل روبان. واحد في مايل روبان. تمام? دي بقى ده عبار عن ايه? آآ تطبيقات للتفاعل بتاعت تمام ديس كنت تطبيق اهو. لو خدت عندك الاستوفينون. ماشي? المرة دي هستخدم سوديون بوراهايدراد. يمكن اللي فاتت انا كنت باستخدم آآ كلهم اللي هو عبارة عن ايه? انا هاخد تطبيقات لكل التفاعلات. ماشي? اهو. اخد عندي سوديون بوراهايدراد مع اسيتوفينون. تمام? طبعا اضيف الاول وبعدين اضيف الاسد. آآ تحاول الى في واحد ثنانية ايثانول. آآ كيتون يبقى ساكندرالكول. تمام? آآ المرة تفاعل اللي جنبيه. الضهيد. تلاتة في مايل بروبين آل. خلي بالك. البروب تلاتة كربون واحد اتنين تلاتة على كربون رقم تلاتة على في مايل تلاتة في مايل. تربون رقم واحد بتاعت القضي. بيبقى عبارة عن الآل. وتلاتة في مايل آآ بروبين آآ. طبعا مش برقمها ولا حاجة. ما بقولش واحد مراحد آل. ما بقولش واحد آل. لكن بقول تلاتة في مايل تلاتة في مايل بروبين. وليه بقول اين. تمام? كويس? بينا ما هما تلاتة كاربون. مش محتاجة. رقم تلاتة عليها الفمايل وبعد كده البروبين فيها اتنين رقم اتنين. من غير ما رقمها هما مرت في بوربين تحت كاربون. كويس? في جوب السودين بورهايدرايت نفس الفكرة آآ هتحول وعد كده طبعا في الاسم هيتحول الى آآ برايمار عالكول عشان هو الضهيد. اهي. بص على الكاربون مع ما عطرت مدن ما كانت الضهيد اصبحت عندك برايمار آكول. سي اتش تو او اتش. تمام? جيبها تديك تلاتة في مايل بروب اتنين اين واحد اول. طبعا لان في الحد لازم حدد. لان الول هنكن مكانها في النص. مكانها في الاول مكانها في الاخر. يعني مكانها متغير. لكن الاضهيد لازم مكانها في الاول. مش هتغير مكانها. يبقى تلاتة في مايل بروب اتنين اين واحد اول. ده التسمير بتاعة البورودكت اللي عندي. اللي هو عبارة عن برايمار عالكول. طيب لو انا حتي كيتون زي المسال اللي فوق. اخدت سايكلو بنتانون. مع اللي فيم على مايل برايد ثم اضيف الاسد هيتحول الى سايكلو بنتانول. سايكلو بنتانون. هيتحول لسايكلو بنتانول. تمام؟ يبقى الكيتون اللي عندي ههو بقول تاني. لو دفتله دي اكسجينيشن مع زينكو وميركل او الهايدرازين في مودة القلية ميديم. اخر اكويشن عندي هنا من تحت. هيتتحول الى كربونايل جروب هتتحول الى سي اتش اتنين. تمام? ده التفاعل ده دي اكسجينيشن. التفاعل اللي من تحت. ده ده تفاعل دقشا عادي. اضافة اتنين هايدرزين. ديف سولجين بورا هايدرائد. ديف ليسيوم اليمونيوم هايدرائد. ديف هايدرزين معا كاتاليست. هيتحول الى ساكندري الكل. تمام؟ ميشي. برضي انا زي ما كنت اخدت مع 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 الجزء الالكايل هلايب. اه اه او هتاخده في جزء الالكول ان انا عندي الو اتش دي. ممكن هعمل لها رضاكشن كمان. عمل لها بس موردة. هعمل لها دي اكسجينيشن. تقول ليسيوم اليمونيوم هايدرائد. ويتحول الى الالكام اللي عندي. يعني جاز الجزئياتي مش مش عليك اما ما قلنهاش. لكن احنا قلنا بتاعت الدي اكسجينيشن. وبين وطحة عندي. او سودجين بورا هايدرائد عشان يديك من الكيتون. يتحول الى ساكندري الكل. ميش يا جماعة؟ ده اخر جزء عندنا في تفاعلات الاوضيهية زيو الكيتونز. تمام؟ اه والمحاضرة الاورانية اللي هي كلها كلها عبارة عن التسمية. زي ما قلت في البداية خالص. اه اه اتمنى ان انتم اسمعوا الفيديو. كويس? لو في عندك اي استفسار. ماشي? ماشي يا شباب. لو في عندك اي استفسار اي سؤال. ابعتلي. وانا ارد عليك. تمام؟ ماشي. وانا اه اه يبتوع فرم دي. اه فادي زملكم. اه انا قلت له يديكم رقم التليفون بتاعي. وتتواصلوا معي اه عن طريق الواتس. عن طريق اي طريقة اصرفوا. ابعتولي اي استفسارات اي اسئلة وانا ارد عليكم.